يا جماعة بعملية اللي هي التسمية وقلنا سواء بشتغل على رات او بشتغل على مائنس ابقى عارف اني لازم بيكتب جينوس و سبيشيس الجينوس يكتب بكابتان لتن او ابريبيتت والسبيشيس هيكتب بسمول لتن محدش يكتب مثلا اني بشتغل على الوستر رات او الالفين و رات مفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها جينوس و سبيشيس ما تخلي بالنا من الكلام ده واحنا برضو اتكلمنا برضو ان في حاجة اسمها رات و في حاجة اسمها مايس مايس يعني فار لكن رات معناها الكلزان وما جينا اتكلمنا برضو عن الماوس قلنا ان هي الحيوانات دي كانت جاية ماشي كده معايا كانت جاية من غرب اوروبا ده الماس دوميستيكس اللي هو الفار المنزلي وهو ده اللي ينزل بعد كده ويبقى متاشر طبعا في العالم وابتدينا نقول ان هو ابتدى التجارب عليه من نصف القرن الـ 18 وقلنا المميزات بتاعته وقلنا ايه التجارب اللي هنشتغل بيها لغاية ما بتاعتنا على الـ وانا قلت دكتور برمين بفضل يشرح لنا حكا بتاعت الـ وانتريد 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 يعني بفضل طيب هنبدأ بس كده شرح ايه برضو historical كده ايه perspective دي موضوع الـ انها زي ما قلنا الدوميستيكيشن ده بدأ بالنسبة للـ الانيمالز العادية او بالنسبة للفارمانيمالز من الاف السنين سواء كاتشيب كاتل هورس حتى الدول كاتس كمان يعني بدأت تتمر بلاف السنين لحد ما وصلت اللي هي موجودة دلوز كذلك برضو نفس الفكرة في الـ الـ يعني اللي كان اشتغل على الـ او اشتغل على الـ عموما كانوا اشتغلهم على الـ لحد ما بدأت الناس انها تبدأ تجيب الـ الـ وتبدأ انها تعمل لها الـ بدأ يحصل بعض الـ بدأ توصل لنا الـ او للشكل اللي هي عليه دلوقتي الـ الـ كان اول واحد اشتغل على المايس مثلا كان ويليام هارفي زي ما احنا قولنا قبل كده ايه اللي اكتشف الدورة الدموية وبدأ ان هو يشرح تراني وشرح ليها الـ عموما وكان الـ الـ اللي بدأ ان هو يشتغل عليه وكانش هي الـ اللي موجود دلوقتي ولكن كان في ناس كثير برضو يشتغلوا بعديه منهم مثلا من أشهارهم اللي هو مند العالم الوراثة إن هو حاول يعمل الشغل بتاعه اللي هو عمله على النباتات والكلام ده كله وحاول إنه يعمله على الربراتوري أنيملز أو على الرودوس وقلان اترفض الشغل ده من المكان اللي كان شغال فيه أو من مستيوت اللي كان شغال فيه ويعني كان واحدة من أسبابهم إن الحيوانات دي حيوانات بحتة وحشة وإنها حيوانات يعني هي موزية وكلام ده ما ينفعش إن إحنا نجيبها في المستيوت ونشتغل إيه ونشتغل عليها هادي الوقت فعملية إن إحنا ناخد الحيوانات من الوائلز ونعمل لها كيب نجيب كورنز اندور دي بتأدي لبعض التغيرات وتأدي لبعض اللي تشينجس ده موجودة زي ما أنا هتكلم عليها إن شاء الله أتكلم عن الربز في مكانه بإذن الله بعد ذلك طب أجيب الفرام بتاعت النيني يعني أبدأ أختار الفرام بتاعت النيني فيه أبحاث كتيرة جدا معمولة على إن فيه variations كبيرة جدا الـ results اللي إنت ممكن تاخدها في بعض الأبحاث يعني مش في كل الأبحاث لا في بعض الأبحاث بين مثلا نفس الـ species أو نفس الـ strain اللي بتيجي مثلا من معمل في مكان معين وبين نفس الـ strain اللي بتيجي من معمل تاني أو بتيجي مثلا من شركة تاني على الرغم إنهما نفس الـ strain ونفس الـ species ولكن فيه variability في الـ results اللي ممكن تكون موجودة حتى لو هي موجودة من أو جاية من معمل تاني أو أنت خدتها من معمل تاني وده بيحصل برضو في أبحاث كتيرة ونقراها إن يقولك مثلا مجموعة الفران دي كانت ترتزي أو كاتدية مثلا من بروفيسور ترنال فلاني أو معمل أو معمل الدكتور ترنال فلاني لو خدها واشتغل بيها تجربة معينة أو مثلا حاجة معينة ممكن تضع الرزق تانية خالص غير الفران اللي ممكن يجيبها من صورة تانية ولذلك يعني الـ papers دي بتنصح إن إحنا نبقى cautious جدا أو حرسين جدا وإحنا بنعمل الـ interpretation بتاع results معينة وخصصا بالـ results أو في الـ research عموما بتاع الـ cancer وبتاع الحاجات دي كلها بتكون يعني إيه إلى حد ما بتكون إيه بتكون ممكن يلاقي فيه variability بين results نتيجة إن الـ stocks اللي موجودة ميزة بعضيه على الرغم ما ليكن مثلا أو إن الفردة مثلا وستر من شركة كزر أو وستر من شركة تانية لأ ممكن تلاقي فيه difference for result منهم من بعض فدي تعتبر مشكلة بالنسبة للناس اللي هي يعني شغلت في الفيل بتاع laboratory animals إن أنا أجيب من إيه؟ يعني أجيب مثلا من الـ laboratory animal house اللي موجود في الجامعة عندي ولا أجيب مثلا من شركة ولا أجيب من معمل تاني لا هيبقى إيه؟ يعني فيه variability شغلية في بعض الأبحاث وفي كل الأبحاث اللي موجودة فبدأت الناس إنها تشتغل وتبدأ تعمل strains معينة من الـ laboratory animals الـ strains دي بقى اسمها لثلاث أنواع من الإيه؟ أو عموماً الـ laboratory animals بقى اسمها لثلاث أنواع حاجة اسمها الـ in-breed وحاجة اسمها الـ out-breed اسم الـ in-breed والـ out-breed والثالثة اسمها genetically modified animals طيب إيه هي قصة الـ in-breed دي بقى؟ الـ in-breed دي بتكون يعني إيه إزا ما بيقولوا كده إيه؟ يعني أنقى سلالات موجودة من الفران سواء كاترات أو mice يعني إحنا يعني دكرة أمال بدأت مشكورة جزء الميس ولكن الكلام ده applicable ومطبق في الـ rats والميس إن أنا بقوم جاي في حالة الـ in-breed individuals أو الـ in-breed colonies إن أنا بقوم جاي جاي عامل ميتنج بين الـ brothers وبين السيستنج لحد الجيل العشرين أو أكثر من الجيل العشرين كمان ممكن يوصل لـ 30 و40 جيل طيب ده أنا بعمله ليه؟ هو look advantages and disadvantages واحدة من الـ advantages تاعتهم إن أنا كده بخلي pure breeds يعني إيه pure breeds أو pure strains يعني مثلا الـ individual ده الـ genetic أو الـ genotypes بتاعته هي هيها الـ individual الثاني اللي موجود في نفس الـ colony أو موجود في نفس الـ strain هي هيها الـ individual الثالث هي الـ individual الرابع فبتقلل من الـ genetic diversity اللي بين الـ individuals وبعضيه طب ده scientifically مفيد ليه؟ أه طبعا مفيد ليه جداً ليه؟ لأنه بيقلل الـ variability أو الـ variations اللي موجودة بين الـ individuals وبعضيه طبعا يعني عادراتكم طبعا عارفين إن أنا عندي فاكتورز كتيرة الفاكتورز دي لو اتغيرت في الـ experiment يعني يعني دي تبقى إيه؟ confounding factors يعني الـ confounding factors دي مش هي الـ main factor اللي أنا بغيره وأنا بشتغل في الـ experiment بتاعته الـ confounding factor دي مثلا زي إيه؟ فار وزنه زيادة شوية وفار وزنه قليل شوية فبيوصل الدقة في بعض انواع الأبحاث إن تبقى الـ genotypes التاع الـ individual ده هو هو بتاع الـ individual ده هو بتاع الـ individual ده بحالة الـ in-bridge strengths دي طيب إبراهيم أنا أسفل المؤاطعة مرة تانية بس هو الباوربوينت مظاهر؟ آه يا دكتورة ما أنا عارف والله الباوربوينت لحد الوقتي لسه بيعمل داونلود فأنا عارف والله يعني يعني ما عارفش تقول ده؟ بعمل بسه شرح كده؟ تمام تمام أنا أسفل المؤاطعة أولا فيه شير مش كده هو باين عندكم الباوربوينت بيحصله داونلود مش كده؟ ولا ما فيه شير سكرين؟ لا تمام تمام صح بين الهوم بتعمل داونلود طيب ده بالنسبة للـ in-bridge strengths فالـ in-bridge strengths دي هي أنقص صلالات اللي هي موجودة طيب إحنا قلنا إن فيه advantage أنا بخدها طيب إيه advantage اللي أنا بخدها؟ الـ advantage اللي أنا بخدها إن أنا بيبقى عندي identical homozygous individuals يعني إيه؟ يعني بلاقي مثلاً الشينوطيب بتاع ده أول شينوطيب بتاع ده لو أنا جيت على الكروموسوم على أرمو معين في الكروموسوم على اللوكس لرقم كذا اللي موجودة يبقى دا يبقى يبقى الجينز اللي موجودة هنا هي الجينز اللي موجودة في الـ individual الثاني الـ individual الثالث الرابع وكذا في نفس الـ strength طيب إيه هي بقى الـ disadvantage بتاع ده؟ لا لها disadvantage كتير أول أول حاجة فيها إن النتيجة للـ inbreeding ده فبيحصل حاجة اسمناها الـ inbreeding depression ودي موجودة في كل الـ species مش موجودة بس في الـ laboratorium الـ inbreeding depression معناها إن الـ recisive genes بيبدأ يحصل لها over-expression يعني إيه المفروض في الطبيعي لما يحصل meeting بين يعني حاجات مش 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 related لبعضيه فالـ recisive genes ما ببنش قوي يعني لا هنا بيحصل لها over-expression وتبدأ يحصل عندي بعض المشاكل زي أول حاجة بيحصل decreasing reproduction أو بيحصل improbable reproduction يعني reproduction ما بيكون شيء كويس والحاجة الثانية إن بيحصل فيها decreasing the little size والحاجة الثالثة إن بيحصل decreasing growth rate طيب العلماء برضو لقوا إيه؟ لقوا أن يعني على الرغم من نقاء النوعيات دي أو نقاء السلالات دي اللي موجودة الـ strains دي اللي موجودة إلا إن هي لا تعبر عن الـ human population يعني إيه؟ الطبيعي في الـ human population إن أنا ما بقاش أنا كوبي من واحد تاني كوبي من واحد تالت كوبي من واحد رابع لا ده غلط يعني ده مش صح فأنا لو أنا هادرس مثلا تأثير الـ cancer على حاجة معينة ما يفترضش إن أنا يعني المفروض هادرسه على حاجات genetically undefined أو genetically variable يعني ما يكونش إيه؟ فيها نفس الـ identical في الـ genetic materials اللي موجودة أو الـ genes اللي موجودة بين النسخ ومن بعضيه لأنها مش معبرة عن الـ human population فهي يعني ما بتديش true representation للـ human إيه؟ للـ human population فده بالنسبة للـ in-breed strains وهنا يعني إيه؟ لما أتكلم لما أقول كلمة in-breed أخد معا كلمة strains أما بالنسبة للـ out-breed بقى فمعناها إن أنا بجيب individuals معلش الباوربوينت مش واضع يعني يعني بس إيه؟ يعني إن شاء الله هاديكم اللي سلايدز دي بعد ما خلص الـ out-breed دي معناها إن أنا بجيب بعمل mating أو بعمل cross-breeding بين individuals ما هماش يعني genetically identified يعني إيه؟ يعني ممكن ما يكونش مثلاً يكونوا مش related to each other ممكن يكون فيه مثلاً إيه؟ نقعد مثلاً من معمل ده نوع من معمل التاني يعني عموماً الـ genetic material ما هيش identical بينهم وبين بعضهم طيب الميزة في الحاجة زي دي زي ما إحنا قلنا إنها دي representative to the human population يعني تبقى معبرة عن الـ human population اللي موجود الحاجة التانية لا لاحظوا بقى العكس اللي بيحصل هناك مفيش in-breeding depression وبرطو عشان أقول لحضراتكم من in-breeding depression ده في in-breeding strains ما بيكملش الفترات كبيرة لا ده لحد الـ generation الرابعة أو الخامس وأجابة بيخلص بانتجي يعني هما الناس لقوا كده إن مشاكل in-breeding depression بتحصل لمدة أربعة أو خمسة generation وأجابة تنتجي ما بتزهرش ممتبقاش واضحة قوي بعد كده الـ Outbreed بعد كده هي ان انا بقوم جاي عامل Cross Breeding بين individuals ما بيكونوش Genetically Defined يعني بيكونو Genetically Undefined الميزة بتاعتها او الحاجات اللي بتاعتها اللي ممكن اخدها او الـ Advantage اللي ممكن اخدها انها اول حاجة مثلا انها بيبقى فيها عكس الحاجات اللي موجودة في ال-Inbreed Strain زي الـ Growth Rate بيكون كويس زي الـ Reproduction فيها بيكون Optimum وفي الاخر خالص الـ Letter Size بيكون عالي وزي ما اورد حضراتكم في الـ Slide اللي بعد كده تمام وفي عندي كذا Strain سواء موجودين في الـ Inbreeding او الـ Outbreed الـ Inbreed او الـ Outbreed او الـ Genetically Modified Species او الـ Individuals اللي احنا نتكلم عليها ان شاء الله في الـ Slide اللي بعد كده الـ Genetically Modified Monies اللي هي الفران اللي معاملة وراثيا او نسميه يعني اللي هي معالجة محسنة وراثيا او 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 عندي نوعين واحد اسمه الـ Look Out Mouse ودا رمزه بيبقى الـ Table الـ Look Out Mouse ده بيقول ده معالج هندسة وراثية يعني الـ Genetically Engineer بيحصل inactivation او deterioration او بقصر او بقفل existing Gen معين بشيله وبحل محله وبحطله artificial base من الـ DNA تمام؟ طبعا ما بعمل حاجة زي كده يبقى اكيد الفينه طيب نفسه بتاع الماوس بيتغير بقفينه طيب بالشكل الظاهر الـ Appearance, Lapsic, Behavior, Physical, Biochemical, Characteristics الفران اللي زي كده بلاقيها بتبقى موديلز مهمة قوي ان انا ادرس دور الجين اللي انا هعمله ستوانسنج وهحطه وبتده شوف وظفته ايه بالزبط الحاجة الثانية انه برضو هيستخدم في التجارب اللي هو الـ Experimental Psychological Model يعني انا مثلا عندي من انواع النوكاوت فيه نوكاوت B53 واحنا عارفين ان الـ 53 gene ده ده طبعا بيكود لبروتين معين وهذا البروتين بيعمل بيسابريس للبروتين بتاع التجارب يعني بيوقف السيل ديشن يعني بيعمل عملية الأبوكتوزيز يبقى هنا ممكن الاقي حتى النوكاوت ممكن يسمى على اسم الجين اللي انا بعمله نوكاوت او بقفله او بعمله ان اكتباشن العملية بالزبط او البروتين نفسها اللي بتحصل جينيتكالي ان اكتباشن يعني افراهيم يشرح بتتعامل ازاي؟ ايه بس اللي سلايد اللي سلايد لان هو لازم طالعنا هيشوف اللي سلايد لان هو من تنتهي لان هو البرش هم تنتهي ر Ü هم تأ Quốc شكرا 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 لا أنける اشتركوا في القناة 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 سلام عليكم اشتركوا في القناة 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 retoلي موضة دي او الشوء اللي موجود دك طيب هو د petits ما بدأ ان انا حطني جدا لمدة معينة من الزمن اه ولكن الجين دا انا ببدأ ان انا عملله تريكمنت ب درغ معين او بدأ ان انا عملله تريكمنت بفلوريسنت معينة ليه? لان انا عايز عارب بعد ما بدأ ان انا عمل انكيوباشن ليه الستيم سيلز دي. انهيستيم سيلز خدت الجين ده وانهيستيم سيلز ما خدتهاش. فبدا ان انا مثلا اخط بعض دروغز زي نيوميسن والتران ده كله جوه الجين بطريقة كده معينة يعني عاملة زي البلو وايت سكرين في البكتيريال سيلز في الكلوني. عملية ترانسفورميشن. بدأ ان انا ايه بدأ ان انا اشوف مثلا البكتيريا او السيلز اللي خدت الجين بدأ ان انا اخدها وعمل لها انسيرشن في البلاستوسيست بتاعة آآ مايس وبعدين ببدأ ان انا ادخلها في دونر مايس او دونر راد بعد كده وتبدأ انها تعملي sequence او تبدأ انها ايه تدخلي الموضوع او تبدأ انها تعملي knock in او knock out species. فدي ببساطة هي عملية ايه ان انا ازاي بعمل knock out او بعمل knock in. طيب ده في الفرام اللي احنا بقالها لكن عندي نوع تاني برضو اللي هو النوت. والنوت من اسمها? لا بس انا اتساقل او تقالي او تقالي النوت او ترى انها تعملي على حصف نشيل اللي انا اشيله. اوكي زي مثلا تقالي النوت او بي اوكي انا بسخل بقى في النوع التاني اللي هو النوت ماوس. انتم تمامون كده معي? اترى عبدال. ما حرطي كده تول تمام تمام. او تقبل. بسخل في النوع واحد الثاني برضو من الـ Genetical Ingenial اللي هو الـ Node Mouse الـ Node Mouse كمان من اسمه اللي فينه طيب بتاعه مهم ومعه هو الـ Powerless أو الـ Net Demand يعني معناها ان معلغوه الشارع الـ Mouse ده برضو Genetical Mutation حصله Genetic Mutation بجين برضو اسمه FOXN1 ده بيعمل absence أو deterioration ليه غضة السيموس وحنا عارفين ان السيموس مسؤولة عن T-Cell فبالتالي طبعاً الـ Node Mouse ده هقدر استخدمه في كل الحاجات اللي هي متعلقة بالـ Inhibition بتاعه المهمة السيليوكينيا السولة تيومور الـ AIDS الليبراسين and so on برضو الـ Node Mouse بيدخل في مجموعة من الأبحاث بتبقى بحط الـ Graph والـ Graph ده بيبقى اسمها Xenograph أو حاجة اسمها Allograph الـ Allograph يبقى معناها باخد من نفس الـ Far أو نفس الـ Species وبحطه بزرعه أو بيبقى اسمها إيه؟ رؤعة الـ Graph ويبقى اسمها الـ Xenograph ده معناه ان انا باخد من الـ Species ثاني وببتدي أحبه فعشان كده أما بعمل الـ Xenograph ده بيستخدم عشان أعمل New Methods for Imaging and Treating Tumors طيب احنا كده خلصنا الـ 3 أنواع من الـ Minds واتكلمنا الـ In-Bread والـ Out-Bread والـ Modified أو الـ Genetical Modified أما ندخل على الحاجة الثانية اللي هنتكلم عليها اللي هي الـ Rats وبنقول الـ Rats اللي هو الفارد الأسود أو الـ Shape Rat أو الـ Rough Rat ده برده جنة من جنوب شرق أسياف قد يروح على أوروبا في القرن الـ 12 لغاية ما وصل أمريكا في القرن الـ 16 وهو كان مسؤول عن انتشار البلدس أو الـ دعون وفي القرن الـ 14 كان مسؤول عن يعني لفوق أوروبا السكان الأوروبية الأحاجات المميزة للـ Rats إنه طبعا حجمه أكبر من المايز ممكن يوصلي لـ 300 و 500 كرام كمان الـ Rats بالذات بيستحمل فترات كويلة ومن التجربة تحت الأناسيزيا في نفس الوقت لو أنا طول الوقت بعمله الـ management كويس يبقى أعرف برضو أعمله handling كويس الـ Root of administration لكل الأدوية ممكن نستخدم الـ intravenous injection والـ subcutaneous والـ intra-muscular والـ intra-thlutineal and so on في نفس الوقت ممكن أدّيه عن طريق السمك فيوك أو الدماج وممكن برضو النباجي بتبحه أو النباجي بشرحه أقدر أخذ isolated preparation منه بسهولة أقدر أعمل identification في الصمك والفندس الأبراد أول الحاجات أو الـ first use for experimental purposes في نصف القرن الـ 18 وطبعاً برضو زي الـ miles الـ life span بتاعه بتبقى من سنتين ونصف الثلاثين الـ weight بتاعه الميل بيبقى ممكن يوصل لنصف كيلو الفيميل بتوصل من 250 إلى 300 جرامد الـ birth weight بتاعه من 5 إلى 6 جرامد أهلاً في 2 ميل ثانية دوبة جرامد أو 2 وقت الولادة الـ heart rate والـ respiratory rate كل دي حاجات مسجلة أنا بيهميني برضو الـ 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 أنا المبادي أعمل الـ أو العليقة تحت الفران يا جماعة محدش يخط عليقة من نفسه أو يتون عليقة من نفسه كل حاجة بيبقى ليها مفتصلها يعني أنا في العليقة لازم أستشير حاجة في التجزية لأن عليقة الفران مكاورة من فيها بروتين وفيها والحاجة المهمة القوي إن عليقة الفران ما بتبقاش زي ما احنا بتشوفها في اللقفاص يعني ما جيبش العليقة اللي بتنكلها الفران وحطها للفران الفران لازم تاكل عليقة بالشكل اللي عامل زي أوالح الضرق وهنعرف السبب تالي برطو هنا لازم بزبط وده هنقوله بعد كاف المحاضرات الجاية هزبط بتاعتي وهي وزبط التباستي بتاع بتاع الفراغراف اللي جانبه أنا معلمة كده بالأزرق على الكلمة معينة لأنها كانت مكتوبة غلط لكن أنا بصلحها دلوقتي إن الراس شود بي أقليميت توهندلين توهندلين الكلمة اللي كانت مكتوبة أنا اسمع أقليماتيزيشن وأنا طبعا من المحاضر اللي خاتت والمرة دي برضو بأكد إن بدان بجيب الخران من مكان غير المعمل اللي هم كانوا متربين فيه وبخطوهم قبل معلمة التجربة بخليهم اسبوعين فور أقليميشن وبقى أقليميشن معناه إن أنا بجيب الفار من مكان وبحطه في اللي براكب معي يا جماعي يبقى الفترة دي اسمعه أقليميشن وليست أقليماتيزيشن اللفظ ده مع اللفظ التاني مع الأدابتيشن كل ده معناه أقلمة لكن الأقليماتيزيشن والأقليميشن دول بيبقى تونو أو فينوتيبك تشينجي لكن الأدابتيشن يا جماعك عبارة عن جينوتيبك تشينجي يبقى محلين بنها يبقى هنا له خلاصة إن أنا الفران اللي بجيب وهدخلها في المعمى اللي عندي يبقى دي بيحصل لها فترة الأقليم قلنا بيقدر ده هنشرحها بالتفصيل في المحاضرة بعد كده بقدر أخد أجمع دم من التيل من التيل بين ممكن أجمع دم من Retro Orbital Sinus يعني من الميت ممكن أخد كمان من الفي نتافا وده عن طريق الطريقة اللي بيكلم عليها اللي هي الكاردياك فانجة فيه برض حكاية حلوة قوي كده يعني الدكتور إبراهين كده هيتكلم لنا فيها عن الفران وإيه اللي موجود له زي ما احنا شرحنا قبل كده وقلنا إن عملية زي ما بتأجي برضو لوجود الجينيتيكي تشينجيس لأ بتعمل لي برضو فيه نوتيبك تشينجيس وتبدأ إنها يظهر ايه تشينجيس في البهيبير بتاعها وفي السوريج بتاعها وكل وكل البرامترز اللي موجودة فمسلا على سبيل المسال عملية تميستيكيشن بتاعت اللابراتوري راتس أو ظهرت بسبب جيم كانت مشهورة يعني وقتها جدا في قوائل القرن تسعة تاشر في البريطانيا الجيم دي كانت يعني بتبقى عبار عن ايه يعني بيتعمل قرينة كده أو بيتعمل ملعب وكانت الناس بتقعد فيه بالمنظر اللي حضرتكم شايفينه ده ويجيبوا فران سود يحطوها في القرينة أو في الملعب ده وبعدين دخلوا عليها كلب ويبدأ بقى الكلب إن هو يصطاد أكبر عدد من الفران اللي هو موجود ده طب ده ايه علاقته بالدميستيكيشن بتاع اللابراتوري آنيمال لا ده هو طبعا كل ملعب أو كل حلبة أو كل مكان بيتعمل في السباق ده مش هيبقى يصطاد الفران قبل المباراة مثلا بحوالي يوم ولا يومين لا ده بيخلي الفران عنده استوكس فبدأوا من هما يصطادوا الفران ويحطوها في إفاص عشان تبقى جاهزة وقت المباراة اللي موجودة الكلام ده كله حصل فيه جينيتك ميوتاشنز والفران السودة اللي يا الروف رات اللي كان موجود في السورة دي وده هو الأنسستر أو الأوريجن بتاع المودرن البينو رات اللي هو موجود عندنا دلوقتي يعني ده اللي سود ده هو أبو لا بيض ده تمام؟ فهو ده اللي أدى في النهاية الميوتاشنز اللي بدأت تحصل والكلام ده بدأوا يلاحظوا حجاته غريبة يعني فينه تبقى تشينجيس؟ آآ تبقى اللي بتحصل إن الفرلسكو ده المعافن اللي بيجي من المجابة ده والكلام ده كله مع سوري في اللفظ يعني بقى إيه الفر الحلو الجميل الزريف ده وبرده البيهجر الزريف ظهرت ظهرت واضحة جداً إن الفرل اللي هو إيه يعني انت خافت تبصه وتخافت تقرب منه متر مثلاً كده لأ ده انت بقى تنسبه في إيدك وبقى تشيله وبقى قلم جداً وبقى هادي جداً ممكن لإنت إيه تتعامل معاه بسهولة والدرجة إنه برضه يعني إيه بدأت تظهر وظائف في بريطانيا البكتورية وقت الموضوع ده زي مثلاً جاج بلاك جاج بلاك ده كان اسمه الرويال راد كاتشرف يعني ده مشهور جداً وكانت توظفته كده إنه هو بيصددت فرين في انجلترا في الملكة بيتولية فطيب الفران دي نحنا شايفينها في معظم البرائد ما يحصل لها المنشآت نقصة واللي بتستخدم في المعامل هو اسم راتس نورديجاس ده اسم بتاعه على مرور الوقت ابتدى يحصل بريدنج زي ما قال الدكتور إبراهيم وبتدى يحصل تغيير في الألوان وظهر لنا الفار الأبيض الأبيض والهودت كمان اللي احنا هنشوفه دلوقتي وفيه منس ريلز بتبقى موجودة السويد ده بيوطحي الاسبيشيز الأصلي بتاعنا سبيشيز وجينوس كان راتس نورديجاس ابتدى يطلع الالبينو رات ويسمناه والالبينو رات طلع كمان من حاجة اسمها الويستر وابتدى يطلع سترينز تانية ويستر قيوتو رات سبراغو دولي بايو بريدنج لوندي إبانس زفر رات هوريس رات and so on هنمسك أول حاجة الويستر رات الويستر رات ده سترين من الالبينو رات كان بينتمي للسبيشيز الأصلي اللي هو راتس نورديجاس وليهما سموه ويستر سموه ويستر لأن أول ما عملوه كان في ويستر انستيوت ده موجود في أمريكا كان 1906 وابتدوا يشتغلوه ده كان الفوريستر رات سترين وده كان البيست موضل لابوراتوري أنيمال بنستخدمه واللي كان قبل كده كان اسمه مارس مارس برس طيب الويستر رات قلنا اللي هو المست ببيولر وابتدى وشكله على فكرة مختلف شوية عن فار تاني اسم سبراغو دولي الويستر رات راسه تبقى عريضة شوية ووضنه طويلة وديله طوله أقل من طول الجسد لكن السبراغو الدولي مختلف عنه في طول ديل إن ديل بتاعه أطول من الجسد السبراغو الدولي اللي احنا بنتكلم عليه وبقول هو مالتي برقس سبريد ألفين ورات ويستخدم في البيض كنسرش الميزة بتاعته عن الويستر إنه هو قلم لسه إيزي حاندو يعني يعني كلمة ببيولر يعني قليل عليه لا فهو هادي جدا وسوشيال وحاجات كتيرة جدا وعشان كده معظم الناس بتشتغل على السبراغو الدولي الأضاكويت زي ما انتو شايفينه وبعد كده أنا حاطين برضو مكرنة بين الويستر والسبراغو الدولي وقلنا الفرق هو الديل والرأس طبعا اللي بتبقى العريضة والويت اللي بتبقى الطويلة طيب في أنواع تانية بقى النود رات برضو خد تقبل كده النود رات برضو ده بقدوا يعملولو أو حصلوا تقبل سنة سنة 1979 1990 نتيجة بحصل ميتنج أو تزاو إنبريد تمانية إنبريد رات سترين وده برضو زي النود المائز يعني برضو أثايميك نود رات أثايميك يعني ما عندوش قطة السايمس لك تصل لها التبليغيشن أو أبسنس وبالتالي مش هيبقى عندي الماتور تيسل وده بيبقى الفارل زي ده بيبقى بدرس أو بينفعني للميكانيزم أو تيومر جروس أو الجرافت ريجيكشن زي ما احنا كنا قبل كده سواء كانت أنوغرافت أو زينوغرافت في برضو فار تاني اسمه لونج إيفانس رات سوري برضو كلمة خار لا هو جرزان اللونج إيفانس ليس مو كده هو طبعا بينتمي لراتس موربيجس برضو بس اللي عمله دي بيلومينت اثنين من العلماء واحد اسمه دكتور لونج ودكتور إيفان دول سنة 1915 عمله كروسين للويستر في ميرراد مع وايلد جرين ميل وابتدى يجب اللونج إيفان اللونج إيفان بتلاقي وابتدى يجب وشعر ولمانية يئم الهوت يئم الهوت يئم الهوت اللونه الفار اللي زي كده بيستخدم في الحاجات اللي بدرس فيها الفيهابية هو الأوبستي ريسارش اللي عايز يشتغل على الأوبستي ممكن يشتغل على اللونج إيفانس ممكن نشتغلوا على حاجة تانية على فار تانية هو اسمه ذاكر راك الذاكر راك برضو دا من الفريان اللي بستخدمه عشان يبحثنا تبق على الأوبستي أو الهايبرتينفر في نوعين من الزاكر راك نوع اسمه لين ذاكر وأوبيز فادي الزاق اللين معنى اللي هو الرفيع القليل اللي وزنه ممكن يوصل للنص كيلو لكن الأوبيز يا جماعة دا وزنه ممكن يوصل لكيلو طب ليه هو يعني كبير قوي كده كبير لأن كمية الفات سلم حتمها كبير والعدد بتاع الفات سلم كتير وعشان كده لو يتصحب تعيين الدل وإست طبعا اللي بيتز سواء تبقى اللي بيتز أو كوليستيرول أو أي حاجة كل اللي بيت بروفايل هلاقيها عالية طبعا هو ليه تخين وليه كبير لأن طبعا عنده هايبرفاجيا يعني ان هو بيأكل كتير يعني بيبقى فيه اكساسيب معنى طيب فيه فار تاني اسمه RCS بتسمي على اسم Royal College of Surgeons يبقى ده بردو من الحاجات اللي يعني حصل لها وده بردو عنده Inherited Retinal Degeneration يعني عنده Genetic Effect في البجمينتيشن نفسه بتاع ريتنا بردو هنا الReds نفس الأنواع Hairless Red بردو زي ما قلنا فيه Hairless Mice فيه Hairless Red منهم تلاتة الRowet Nodes اللي ده ما فوجوش الساينوس وإحنا اتفقنا عليه أب كده وفيه Fuzzy Red والفازي Red ده بيموت بعد كده من Progressive Cademy Fade فيه كمان Insurnerات وده جاي من الاسبراغو دولي وده كان يعني يعتبر أحدث واحد لأنه كان يعني حصل له The Billowing or Breeding في سنة 1998 وده برضو أما بيموت بيموت نتيجة للسيبير كبني ربما دي دي السرين بتاع الرأس مش دول بس ده فيه كتير جدا بس دي بعض الصور اللي احنا يعني تحصلنا عنهم هندخل بقى بعد كده في جوز البيولوجي والبيولوجي بنتكلم فيه على حقسين مهمين جدا حاجة متعلقة بالبهيوفيور لأن ده جوز أساسي ولازم أعرف البيهيوفيور بتاع الابراتوري أنيمل لأنه أما بعرف النورمال بيهيوفيور أقدر أعمل ريكوغنيشن لعيه للأبنورمال فلازم هنا أدرس البيهيوفيور وبالجانبه تمام أدرس الفيسيولوجي إزاي بيتنفذ، إزاي بيأكل، إزاي بيتهرب، حاجة كتير عبارة الويلد رات ويبقى السوشيال أنيمل الانيملز يعني معناها أنهم عايشون وعشانك أباحط في الأفص 5-6-10 على حسب حجم الأفص وبيعملوا حاجة اسمها Symbol Dominance Hierarchy اللي إحنا بنسميه النظام الهيكلي أو كده يعني بيبقى فيه حد dominant وفيه حد sub-dominant وأنا أعطاكي البدامه صنا dominant و sub-dominant أو sub-ordinate يبقى أعتقد الدكتور إبراهيم بيكلم في الموضوع ده شكرا دكتور أعمال زي ما الدكتور أعمالك كرمت وقالت إن الـ إن الـ rodents عموماً أو مش الـ rodents الـ laboratory rats أو الـ laboratory mice دول عبارة عن social animals social animals يعني المفروض بيعيشوا في groups هما solitary individuals ده يعني معناه إن أنا ما ينفعش حط قرد لوحده في أفس وإلا يحصل فيه isolation stress ويبدأ إنه يغيرلي التجربة بتاعته ويبدأ البرامترز بتاعته التجربة اللي عندي في التجربة لازم تعيش فيه اللهم إلا لو التجربة اللي عندي فان أنا أعزل فار أو أخلي فار له واحد حاجة فالتالي دي تبقى إيه؟ يعني تبقى حاجة على حساب إيه؟ على حساب حاجة بيتعمل حاجة عندي اسمها dominance hierarchy dominance hierarchy ده إنه بيبقى عندي فيه one dominant male for one territory يعني فيه بعض الrodent species على عكس البرامت خالص وعلى عكس البرامت خالص وعلى عكس البرامت راتس وميس إنها بتبقى solitary 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 دي معناها إن إنت مثلا لو بيعيش منطق لوحده في المنطقة اللي هو فيه من غير male ومن غير female ده solitary individual لو قابل male لو قابل female هيموتوا بعض وفعلا حرفيا بيحصل fighting severe fighting والحيوانات دي تبقى أسنانها يعني القوية وأنها بقى قوية فممكن لو قابل male أو في مليا موقع إنما بالنسبة لابراتس وميس لأ ممكن واحد male يعيش في territory معينة ويعيش معاه ساعتها بقى وقتها ما بقاش dominant لقي بقى sub-missive يعني معنى social animals إن أنا ممكن أعيش في جروب ولكن بيبقى الhierarchy اللي دكتور عامان شاعته وتكرم بي إن أنا بيبقى عندي sub-missive وsub-missive alpha beta وحاجات من اللي هي الإيه اللي هي الترتيبات معينة في الhierarchy إنما this solitary individual ده لأنه يعني ده بيبقى هو animal واحد وواحده عايش في territory الواحدة فالestablish بتاع الhierarchy ده بيعتمد في البداية أو بيعتمد منلي على the orders أو the firmones اللي موجودة في ال cage اللي موجودة ولذلك ما ينفعش إن أنا كل يوم أغير القفص لا ده مش نضاخ لا يعني at least once weekly يعني أو as a maximum once weekly يعني ما غيرش أكتر من مرة واحدة في الأسبوع أو مرة مثلا كل أربع خمس تيار ليه؟ أو مرتين مبيش مشكلة مرتين مبيش مشكلة الغرض من ده إيه؟ إن أنت عشان يتعمل لك الhierarchy اللي موجود والestablishment اللي موجودة دي ده بيعتمد على the firmones يعتمد على روايح معينة موجودة ده القفص وعلى the position the urine أو feces أو firmones معينة ده القفص ده طب سيادتك لما كل يوم تغير القفص يبقى كل يوم الفرندي دخل على حية جديدة مماش عارفين بعض مش عارفين مين الdominant ومين الsubmissive هيتخانقوا مع بعض تاني ويعملوا لي مشاكل تاني يبقى أنت كل يوم إيه؟ يعني هو نسي خلاص هو إيه؟ مش عارف مين الdominant ومين الsubmissive والكلام ده يبدأ إنه يتعمل كل يوم hierarchic deeds لأ أنا على قد ما أقدر بحافظ على hierarchy ده وبقلل اللي بيحصل إن أنا مثلا وليكن يعني في بعض الأبحاث بتقول إيه؟ once weekly وأبحاث ثانية تلاقي إيه؟ twice per week وأبحاث ثانية بتقول if necessary يعني مثلا أنا المية تدلقت جوه القفص الكيتجن توسخ أوي الكلام ده كله ولكن هو مرتين في الأسبوع يبقى معقول أوي يبقى إيه؟ ويبقى كويس أوي الفي مين برضو بتعمل hierarchy منها وبنبع بيها ولكن مش مسيطرة أوي زي الإيه؟ زي المين فيعني بيبقى حاجة اسمها lose hierarchy يعني ما يبقاش مواضح أوي وإيه؟ وكلير أوي زي الإيه؟ زي المين نقطة تانية يعني أحب مشرحها نقطة الإيه رات والمايس هل ينفع عنا؟ جوة رابس جوة وضا لوحدها جوة روم في معمل مثلا يعني زي ما بالأسف احنا بنعمل كده أو بنضطر نعمل كده علشان دي الأماكن وما فيش حاجة ايه مخصصة اللابراتور الانيما الهوس وكلام ده ولكن هل ده علميا صحيح؟ لأ طبعا ده يعني ده غلط جدا لأن المفروض ان المايس بيعتبر الرات ده بريدتور بالنسبة له بيأكل المايس بيأكل المايس وممكن يأكل الأوفي سبرينجز دي حاجات بقى ايه؟ يعني زي ما بيقولو كده من الانسيستورز يعني من ايه؟ من الحاجة من اللي هي الايه؟ من الانسيستورز والرغم ان هما خلاص دلوقتي بقى وممكن مسلا ما فيش اي ايه ايه كومبتشن بينهم او اي مشاكل بينهم او اي فايتينج بينهم لا ده بالعكس دي حاجات موجودة ان الرات زي بالظبط كده الكات تعتبر بريدتور بالنسبة للرات والمايس برضو نفس الفكرة المايس بيعتبر الرات بريدتور بالنسبة له يعني لبريدتور الانهاوس ما فيش مشكلة ممكن وهم وكويس وكويس نفس الروم مع بعض ما يتحطش مايس ورات مع بعض لان هو اللي بيبقى بريدتور بالنسبة له وبيبدأ يحصل فير وممكن يخاف منه حتى لو هو قطس لوحده بس مجرد ريحة الرات لوحدها دي بتعمل او بتعمل برووكال فير ريسبونس فهتغير لك الفيسيولوجي وتغير لك يعني واحد متوقع ان هو ايه؟ حد اهيجم عليه في ايه وقته يكلم ما بيحصلش فيها habituation دي لان البريدتور سنتس صعب ان يحصل لها habituation الزاهرة دي بيبقى اسمها لايه؟ الميوريدي سايتس وعموما اللابوراتوري راتس وميس او رودنس عموما بتتميز بالبور اي سايتس يعني نظرها ايه على قده ولكن على الرغم من كده بتتميز بالفاكتوري ولذلك الروايح مهمة جدا بالنسبة له حياتها كلها في الروايح وفي السنس وفي السميل ويه والتوتش وبرضو الايه الادوتوري تسمع التراساوند وتسمع الايه الاسواق العادية فبالتالاتة سنس اللي بيها ده بالاضافة الحاجة مهمة جدا انها نوتورنة يعني الفران سواء الابوراتوري راتس او سواء الابوراتوري مايس دول ايه دول نوتورنة طبع عشان احدد برضو الدومنس بقى من حاجة اسمها سوشيال انتر اكشن تست اللو زي ما انتشايفين كده في تيوب ادخل اتنين فران مع بعض ويبدأ اشوف مين فيهم اللي هيبدأ يحدى من الريتريت اه يعني كل واحد من ناحية زي ما اترون اعمل بتقول كده كل واحد من ناحية بسان واحد من الطرف ده والطرف التاني وابدأ اشوف مين فيهم اللي هيعمل ريتريت وممكن ببساطة جدا ان انا بجيب كاميرا واحطاها في اوكيج وابدأ اعمل حاجة اسمها زي ما انتو حضراتكم شايفين كده ان انا مسلا عندي individual A و B و C و D و A و B و C و D طب ده لما يقابل ده كم مرة هيعمل defensive وكم مرة هيعمل ايه offensive يعني هيبقى دفاعي قد ايه وهجومي قد ايه وعن طريق الحسابات اللي انا بعملها دي بقدر اوصل في الاخر وكم شايفينه ده ان انا بقول مسلا A dominant على D dominant C dominant B وهكزا يعني يعني موجودة وممكن انا سهل جدا نعملها عشان اعرف مين ال dominant اللي عندي يعني دي حاجات برضو موجودة في شغلين احنا سواء كان ايه كان في اه بعتمد عليها برضو او في تلات زواهر جدا بلاحظهم عندي حاجة اسمها الويتن effect المقصود بكلمة الويتن effect دي الويتن effect دي معناها ان انا ممكن اعمل synchronization في ال females اللي عندي اللي موجودين في 1 لو انا عربتهم لريحة male طب دي تفتني في ايه انا عايزهم كلهم يحملوا كلهم مع بعض ويلدوا كلهم مع بعض ويفطموا كلهم مع بعض يبقى انا ممكن بكل بساطة كده اخلي جروب من females او females مثلا الموجودين فوافص معين او مجاي يجيب لهم مثلا فرشة من ريحة male او مدخل عليهم male مثلا مرة واحدة اه ده يعني ايه بتل بتلتتعمل يعني لو انا عايز pregnant والكلام ده انترلوكشن لميل طب مش عايز مثلا لقي بمجرة فرشة او ريحة من بتاعت كيتج بتاعت ايه بتاعت الميل دي كفاية او انها تدخلهم كلهم وتعملهم synchronization للايه للاستراسيك طيب حاجة تانية برضو او ظاهرة تانية زريفة برضو بتحصل حالا اسمها البروس افكت البروس افكت دي معناها ايه معناها ان انا لو انا بلاقي pregnant female عندي من ذكر معين او من ميل معين وميل تاني شمت ريحته strange male شمت ريحته او حصل ميتنج ده بيعمل للاوفيس برينجس اللي موجودين ايه عندها يعني ايه بيعمل الزاهرة دي اسمها بروس افكتور خلاص ما دخلش عليها ميلز تانية بخليها مع الميل بتاعها مش كل شوية ايه اشيل ميل وحط ميل اشيل ميل وحط ميل لا كده يعمل ويعمل الايه البروس افكت اللي احنا قلنا عليه ده واخر حاجة خالص اللي بوت افكت اللي بوت افكت دي معناها اللي انت لو عملت بروبي لفي ميلز مع بعضيهم قبل البيو برتي ده ساعد عادي البيو برتي يعني متخيلين المفروض البيو برتي بالنسبة للراتس مثلا عنده عمر شهرين طيب لا ده هيخليهم يخشوا في البيو برتي على ثلاث شهور اربع شهور ده ده او ده السجمو تاكتك ده ان بتحب انها تلمس حاجة وهي ماشية ودي منلاحظة اول ان احنا ملاقيش مسلا تفار ماشي في وسط القوضة لا ده تلاقيه ماشي جانباكتك هو بيحس بالامن كده لما يلمس بكتفه او يلمس بجسمه اي اه او اي سطح مسلا او اي سطح مسلا بيه السجمو تاكتك الباي كان هو يعمل او زي الخلي او زي البيدنج زي ما نلاقيه كده بيقرد في خشب مش عارف في اين فيه الكلام ده كل يعني نضيف بعض الفوائد الفرمونز اللي انها اتشافتها الفرمونز اللي بيطلع من بيدي ورنين لبقية ال ايه الانديوديوز اللي موجودين في الكلوني او للجروب ده ان انتم اتقربوا الممطقة دي فيه انواع من انواع الايه فعليكم في اه الميلز بتفرز عشان تعمل الفرمونز والعكس بيحسب برضو طبعا جو ما بتطورة امالتنا قرمت وقالت دلوقتي برضو بلاقي ان الفرميل بتعمل عشان تعمل زي ما احنا نشوف كمان شوية ان دول لا بيشوفهم ولا بيسمعوا ولا اي حاجة هم بينزلوا بيشموا يا ناس دين شامامين ماشي فهم بيعملوا ايه بيشموا ريحة الفرمونز اللي بتعمل امهم بتعمل لا ويبدأوا ان هما ايه يتحركوا عليهم. انا مش هقطع ببس هي نفس الفكرة اما بيبقى برضو الصغيرين اللي لسه يعني صح اي صح اي صح الاطفال اه الاطفال يا رب الريحة طبعا صح يعني مجرد محدد ياخدها اما امها تاني بترجع تشيلها فبا نفس الفرمونز ولذلك برضو لازم في حالة لما يكون في بريجننت في ميل او مسلا في ميل فعمل لها مرجيش كل شوية الفرشة نتكلم في النساء ده برضو يعمل ودي واحدة كمان من اسباب الكانيباليزم اللي احنا ممكن نتكلم عليها بعد كده ان انا يعني بيحصل بغير الفرشة الكلام ده كله دي حاجات كلها نخلي بالنا منها فين في المانجمس طبعا عندنا شوات بيهيفرال باكتابة من كده هنتكلم عليهم في السريع حاجة مثلا زي الجرومينج الجرومينج بيعتبر ايه يعني الواحد مثلا لما يكون كده رايق وبتاعه وبماءه كويسة وكويس يعني يروح ايه ياخد دوشي كده وبتاعه يحلق دانه وكلام ده طب لو هو ما ياخدش باله من نفسه اوي ده ايه يبقى فيه استرس عليه او انه هو مشغول في حاجة او ان فيه دي بريشن فبرضو يعتبر جرومينج كده بالنسبة لبعض الحيوانات او بعض اللابراتوري انيميل ولكن على العكس من كده تمام لا ده الجرومينج سعاد بيعتبر نوع او او ساين ان الحيوان ده تحت سبير استرس فبالتالي اه لا لو عملوا بزيادة ايه ولو عملوا بزيادة ولذلك البيهيفر ده بالذات بيتسمى بايداريكشنل يعني ايه بايداريكشنل يعني ايه لهو ويس وكلام ده يعمل لهو على دماغه وطعبانه وكلام ده يعمل برضو جرومينج ولذلك حتى بيعتبر صعب ان احنا نعمله واحنا بنحل البيهيفر بتاع الحيوان اللي لاحظة كمان اللي يحط فران في افص جديد يلاقوا المايس كلها تنزل تبدا تعمل جرومينج حاجة اسمها ستريوتيبيكال جرومينج يعني ايه بيبقى ايبلس شوية ويعني يعني المهم ان هو ايه ممكن لو في فيديو يعني اواري لحضراتكم شوية ايه يبين موضوع ايه الجرومينج جدا اه ما هو ما هو كل بكل كده معينة ان هو بيبدأ مثلا ايه ممكن لو حضراتكم بس كده مثلا اواري لكم ايه حاجة على يوتيوب بكل موضوع ايه ممكن لو حضراتكم بكل موضوع موضوع ايه ممكن لو أفضل بكل موضوع بكل موضوع ترجمة نانسي قنقر 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 منه. اه. بدأ ان هو ايه? بدأ ان هو يمسكه ايه? ويعمل في المنظر انو شايفينه ده. بيوصل ساعات الجرومينج او السفيريت تاعت الجرومينج ان هو ممكن يسيب الحتة دي اه ارعى. يعني ما بقاش ايه? معلقاش شعر ولا عليها اي حال. ماشي? بيبقى يعني ايه? ده نوع من انواع او اثبات الدوميننس على ايه? على السبنسل اه انديبيديو اللي هو ما هو. لو فضلنا كده حتى الاخر ممكن ايه? يشيله شعر كله. طيب الفيجيلانت رييرنج ده بنتشوفه في او يعني في اشكال مختلفة وحالات مختلفة. انت لايه الفر واقف على بتاعته. ورافع ايه? يعني او واقف الوقفة المميزة دي. طيب هو بيعمل او ايه الغرض من كده? هو عبارة عن ايه دي في حالة الخطر. او حالة الشعور بالخطر. وفي الغالب بتبقى يعني ايه? يعني ممكن مش صوت قوي او ممكن لو ريحة من رواح البريرتر والكلام ده كله. بنلاحز فيها موضوع ايه? الفيجيلانت رييرنج اللي بيهزرر. اللي برضو زي ما احنا قلنا في في الميجا برومينج ان هو ممكن بيكون حاجة من اتنين. يعني ايما يكون حاجة كده وبيجروا على بعض والكلام ده كله. ولكن يعني بتبان افضل في الويلد لان الحيوانات في الافس لحد ما مقيدة بالمكان بتاعه. او ان هو كنوع من انواع ايه? بيعمل ايه? بيعمل ايه? بينتهي ان واحد منهم بيجري بره التريتر بتاعته والتاني ايه? بيتردوا بره المنطقة اللي دخل فيها بالغاية. او بس فيه فرق بين المنتفول والاقريسيف. المنتفول اللي هم اللي بيجروا ورا بعض بيرعاقوا. تمام. لكن الاقريسيف بتبص تلاقي ابتدري يلمسوا بعض. بيحصل فيها بقى ممكن يوصل لفايتنج. لحد ما واحد فيهم يحصلوا ويحصلوا من المنطقة اللي هو ايه موجود فيه. طيب. معناها حركة الديل يمين وشمال ودي في الدوكزة او في بعض الاسبيشيز دي معناها ان هو ايه هابي وان هو فرحان والكلام دا كله. ولكن في الريات هنا لا الريات او الميس او عموما معناها وان هو بيبقى منزعج وفي ويبقى ان هو ممكن يخش ايه او فايتنج مع ايه مع اميل تاني. ودي منظر اللي هو الايه السنة الصينية عندهم سنة اسمها سنة الرات. البروينج بقى دي نقطة مهمة جدا بالنسبة للرودنس. للأسف للأسف احنا ما بنعملش هو منوفرش الاحتياجات بتاعة الربوريات الرودنس اللي موجودة عندنا. البرو دي حاجة اساسية موجودة في الرودنس. الرودنس بيحفل. يبدأ ان هو يولد في الطانل دايس حتى لو مش هيولة حتى لو مش في ميل. حتى لو ميل. يبدأ ان استخبه جواه. فدي واحدة من الحاجات اللي هو المفروض ان هو بيعملها. طب انا عملت له الفرشة بتاعتهم شخشة ولا بتاع مش هيعرف يحفر فيها لانها كلها سكاة خمس سنتي او ثلاثة سنتي. يعني حاجة بسيطة كده فرشة رقيقة موجودة فين في الافص. فيفضل ان انا بقوم جاي جايب له انبوبة من البلاستيك او انبوبة من اللي هي الايه الرول بتاعة المواسير او بتاعة الرول بتاع الايه البلاستيك والحاجات دي اه. بطاعة كده. هنا تزغيط بس جواه عشان يحس بس انها ايه انها يعني ان هو بالزبط ده النورمال هابيتات بتاعته وان هو ممكن ايه يعني دي حاجة من انواع الكيتجين ريتش متل اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاني. وهنتكلم عليها تاني ان شاء الله زي ما انتم عمال بتقول في ايه ان حضرة بإذن الله الجاية او السيشان الجاي. طب النكتورنا اللي اكتبت. طب الفران بتظهر بالليل وبالنهار ولا في ايه وقت. لا بتظهر بالليل. الفران نكتورنا. يعني اللابوراتوري رودنس راتس حتى الوايلد بتاعهم كله نكتورنا. ليه? الفران دي بلاحز انها البيج بتاع بتاعتها بيظهر اروند اه دون يعني ايه دسك. اروند دسك. يعني عندي ايه? اليفنين كده. ايه ده يحصل البيج بتاع بتاعتها. ودي بتوقعنا في مشكلة تانية واحنا شغالين. ايه? دسك اللي هو الغسط. الدول اللي هو تقريبا الفاكر. اه. الغسط اللي هو مش الدسك ده اللي هو الفترة في اليفنين ولا فترة ايه? اه هي تقريبا الفترة دي اه. فهي دي بتوقعنا في مشكلة بقى احنا شغالين برضو في الشغل بتاعنا. احنا بنشتغل الشغل بتاعنا بالنهار. والفران نايمة. يعني دي مصيبة يعني انا انا باخد غلط وياه ما نشتغلت غلط وياه ما نشتغلت تانية. ان احنا نعمل light dark system. وانت بقى يعني ايه? اقلب له نهار وليل وليل ونهار. يعني اما ناجد كلها بالليل اشتغل ماشي وانام جنبه واشتغل عليه بالليل. اما انا يعني اشتغل اعمله دي. دي ان انا مثلا الليل يبدأ او الاسلام يبدأ من تمانية الصبح لتمانية بالليل. والنهار العكس. يبقى انا كده ايه? بخلي انه هو يشتغل او يصحى بالنهار. انا كمان هزوك كده ايه? اه تبقى ايه عشان هو نكتوريان انتيفتي. اما بيجي عندنا الفيميل راس. اما بتبقى جاية انسترس سايكل. واسترس سايكل يعني الفيز اللي هتبقى فيها انسترس. يبقى هسميها استرس فيريوت نفسها. اللي هسميها كمان برو استرس. ساعة مبلاء الفارق. في برو استرس بعمل لها عن الهرارة بتاحها والمجموع بتاعتها. وبحطها في كيتش. وبدخل عليها الميل. وعمر الميل ما هيعمل الميتنج غير بيبقى بالليل. وعشان كده هي دي من ضمن الاكتبت. فبنا بصبح تاني يوم الصبح. وباخد الفجاينة الاسمية. ببتدي من خلالها او اما اشوف الميكس بلاد اقول ده حصل ميتنج. انا مش هشوف الميتنج لانه طبعا بيبقى بالليل. شكرا. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي لازم ايه? نخلي بلا منها ان احنا لازم نعمل موضوع. ابحاث كتيرة قوي. قالت ان البرامترز اللي تتاخد في اللايت سايكل غير الدارك سايكل. يعني بالزبط كده كان واحد نايم وخدت منه مسلا عين الدم وواحد صحيح خدت منه عين الدم. خد بقى عندك فيسيولوجي وعندك بايو كيميستري وعندك كمان يعني حتى الشغل في عال كمان انا ما ينفعش اشتغل على حاجة والحاوال والحاوال نايم يعني يعني ما ينفعش ان انا اشتغل على الخار هو نايم. يعني دي حاجات من خلي بلا منها موضوع اللايت دارك سايكل اللي ما بوله. الوجل موزكر دي ان هو بيحرك ايه شنباتو. حاجة اسمها فيبريزي. الفيبريزي دي يعني دي مش شعر عادي. لا دا دي حاجة عاملة يعني ايه يعني شعر برضو وهيرز وكل حاجة. ولكن ولكن مثلا تويس سيكنيس بتاع الهير العادي دي اول حاجة. الحاجة التانية متوصلة وليها نيرف اندن. بتاعها. ومتوصلة او لها. فبالتالي هي بتعتبر ايه دي اللي بيشوف بيه. هو مش شاب يعني ايه. ايه دي ده اللي بيشوف بيه. ولذلك يعني ابحث كثيرة على موضوع ان انت تقص ببريزي دي. وتعملها يوني لاترال او تعملها بايلاترال وتقص مسلا الجنب ده ومتقصش الجنب ده. ابحث كثيرة معمولة ايه? معمولة عليه. دي بتقيس ايه? بتقيس حتى وصلت يعني ضغط الهوى اللي اللي وصله. دي ممكن تحس بيها. واتجاه الهوى. حاجات كثيرة جدا الفبالتالي هي بتعملها. وبحظة ما انتشايفين انها ايه هي يعني ارقام ومش عارف ايه والكلام ده كله موجودة. ايه. وده السيكنيس بتاعها او الدامتر بتاعها اللي هو موجود. فبيكون الدامتر بتاعها ايه مش عادي. نست بلدن برضو بدين حاجات اللي احنا معظمنا يعني عارفها وما بيش داع نتكلم عنها كتير. ان طبعا لو في بريجنانت في ميل لازم اوفر لها بلدن ماتيريالز او نست ماتيريالز او نست ماتيريالز موجودة جوه الايه? جوه الكيتج عشان تقدر انها اا تعمل بلدن للنست. ولا هتسيب عائلها كده في الطالب وتكلهم بعد كده ولا هحصل لهم حاجة ولا تقيبة لازم ده موجود. يعني ده موجود ولازم اوفره ايه بتاعك. وده وده برضو صايل مهمة اوي. اما بتبقى امننت امننت بارتوريشن صح. 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 قبليها بيوم قبليها بيومين مزيدة بطورة صح. اه. ارميلها ورق في لينكس قبلي ارميلها نشارة خشب يعني كتيرة. تمام. هو يفضل انا من رأيي والله يعني خببته وفقيني في ده او يعني او حاجة ان انت ايه لا لا لا. ان انا مسلا البريجنانت في ميل يفضل ابن بارتوريشن عطول اعزل. اه اعزل. اه اعزل. لان انا ما بمنش اللي بوجود تهنين هيعملوا ايه. تمام. لان انا ما بحدد الاسحب اعرفة ان الاسحل واحد عشرين يوم او عشرين او عشر تاشر حتين ده اعزل وده معروف. ده غير بقى اللي بتحصل الكانيباليزم اللي بيحصل اللي بيحصل اللي بيحصل للبطس واحدة يعني 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 في ميل تانية مسلا تاخد عيالها مش عارفت ايه يختلطوا على بعض بتاعت. الكلام ده كله يفضل ان انا الفيميل قبل زي ما اصيزي ابن طورة عمال قالت قبل اعزل. اعزل بقى في ايه في نست بوكس كده في المتاريال زون جهز والكلام ده كله الاسحب او الاسحب او الاسحب ده يعبار عن ايه يعني وصلت انها نفسها بتاعت انا ممكن احللها. يعني ممكن اعرف مثلا لما المسافة بين الودان وبعض بيها بتوسع لا يبقى كده ده اندكيتور للسترس. طب المسافة بتاعت. طب بين الودن وبين العين. وهبحاس كتيرة معمولة معمولة على الكلام ده على البصد باموشنز انها موجودة في الاموشنز يعني فيه ناس شغلها على كده ان انا احلل الاموشنز وبالغالب بيتقول البيهيوار وبتقول الفرماكولوجي اللي بيحصل اللي ب كله بكامل ديبريشن بنستغل فيها الايه السوفتويرز اللي موجودة. التيز جرايننج بقى يعني ايه يعني انا يعني اطلب من الدكتورة اعمال انها يعني ايه لو كده بعد ازنام. اه. يعني احنا هنبص كمان هم يعني برضه هقول بتوع البيهيجر نفسه يا جماعة. انتوا هتبصوا هنا هتلاقوا اه دول انسازون. واحد في الجنب ده واحد هنا يعني الاتنين اللي موجودين كأني اسمى الفك كده نصين. مصبوط كده. واحد النحية دي واحد النحية دي. ومن فوق برضو واحد من النحية دي واحد. طب باقي اللي جوه ايه. طب باقي اللي جوه خاضي. وبعدين الاقي ثلاثة مولا. طب هي الانياب دي طويلة ليه كده. هي الماوس تيث بتكبر على طول. عشان كده لازم الفار بيعمل حاجة اسمها جرايننج. يعني بيبرد سنانه. طب يا ترى هيبردها ازاي. هيبردها بنوعية الاكل اللي انا قلته قبل كده. نوعية الاكل ما تبقاش يا جماعة. العليقة اللي هي النعمة. ده لازم العليقة اللي بتبقى اللي عاملة زي كوزة درع. زي الاسمها ايه? كورنهابس. لا يعني. الولاحة الولاحة الولاحة. متخيلين هو لازم يأكل ايه? يأكل ده. وحطوله دزر حتة كبيرة مش حتة صغيرة. احنا هنا بنمثلها وحطينه طفاحة لان هو عاوس كده. ازا ما كلش الحاجات دي مش هيحصل جرايندينج اللي كتير. وهبصة لاقي الانياب خرجت من داخل فوقها. فهنا انا بحافظ على ان الانياب تبقى انسايد اتس ماوس. الحاجة التانية ساعة ما يبقى ريلاكسة كده. وبياخد حتة الغازة. حتة التفاحة. ويقعد يأكل فيها. يقارق فيها زي ما احنا بنكلم. تبص تلاقي الايبول بتاعته. وهو بيمضب في الحتة دي. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ للامام وللخلف. المتخالين شكله بيبقى زي طبعا شكله بيبقى بيخور. بس ده مهم جدا اسمه يعني برد. وانا حابة اضيف بعد ازنا حضرته اللي هو الهو حاجة اسمها دي يعني ما بيظهرش ملكي وبعد كده اتحول لآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� واحدة بس كده ايه وخلاص. واللون برضو. الور هب يبقى اصفر على محمر ده نتيجة ونتيجة ان فيه بيحصل للآير. طب تفتكروا ليه ايه لازمت الآير عشان يا جماعة هي وده اللي بيحميه من من الكراكينج والأبريجون على اني لسنة لا تكسر ولا تتكدش. هي كمان سنان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ مسلحة مسلحة، سنان مسلحة تمام، ودي الدينتيشن او دي الدينتال كورمولة بتاعتها اتنين دي أبر ولور وواحد إنسيس وزين وزين وثلاثة اللي هي الايه؟ اللي هي المولرز أو نتيك ديس اللي هي الموبرين هنجي كمان هناك العضو مهم جداً اللي هو التين فزيتنا الدكتورة أمال بعد إزمة حضرتك أنا أسفة جداً عن المؤطعة والدكتورة إبراهيف حضرتك سامعاني؟ ايوة سامعيك اتفضعني هو المفترض إن الميتمج هيقفل الساعة عشرة تمام والساعة دلوقتي تسعة وخمسة واربعين دقيقة فلو حدتك تسمحينا إن إحنا نقف لحد كده ونكمل المرة الجاية عشان بس يكون فيه وقت ناخد الأسئلة؟ أو حدتك تكملي اللي تشوفيه؟ اللي انتم شايفينه، طب لو فيه حد عنده أسئلة، طيب هو يعني لازم يقفل الساعة عشرة فيه طايم انجيها دكتورة عبير ولا ممكن مساعدة؟ إحنا محددينه طايم إحنا محددينه من ثمانية لعشرة، إحنا بدأنا ثمانية وهيقفل علينا الساعة عشرة دكتورة عبير، أنا هطلب إن إحنا ناخد الربع ساعة دي، ولو فيه أي سؤال بس يتحطينا في الفيدباك حالاً بحيث إن إحنا ممكن نكمل المرة جاية، لأن محددة المرة جاية مش كبيرة، لكن المحددة المرة دي إحنا موصناش فعلاً لمصها، تماماً، تماماً، تماماً ولا إيه؟ ممكن؟ تماماً، تماماً، يعني الناس كلها على الشاب بتقول حالتك تفضل يكملي، تفضل يجب تماماً، تماماً، لأن هو الشغل بتاع الفيسيولوجي والبهيليار ممتع ومش يبقى فيه أي والله يوم فيه حل تاني يا طورة عبير إن أنا ممكن مسلاً أن أعمل أنا ميتينج من عندي من هنا يبقى ميتينج بري لمدة ساعة لربع كمان، فأنتو لو أنتو يعني الزملاء يحبوا ما فيش مشكلة ممكن نعمل المبادئ أي فيتباتي بعطوة دلوقتي وإحنا هنجاوبوا المرأة هم اللي وصلنا إنهم مستمتعين جداً وبيتلووا من حضرتك تكملي، تخط دالي أشكري، باقي هنبتدي بقى كده واسمها تسيرمو رجليشن، يعني هو بيعمل تصبيق لدرجة الحرارة، ليه يا طرى؟ دي لنفار الحتة، أو مش أقولي الحتة الوحيدة، الحتة كبيرة وإحنا قبل كده قارناها بطول الجسم، فحتة كبيرة على رغم إنها بتمثل 5% من السيرفز أريا بتاع الفات، لكن هي بتمثل 17% من كمية الهيد اللي ممكن يحصل لها لتحركة التحركة طيب اللي كما احنا شايفين مكون من ثلاث طبقة الطبقة اللي برا ده الوحيد أو حافظه من جوه اللي جوه اللي لونها ابيض ده البون اللي هو الفرتبرا الكولم بتاعك اوكي معايا؟ تمام، وحواليها اللي لونه برا ماضي ده التندن وبعدين في الآخر خالص هلاقي طبقة الوحيد انا هميني في التندن هلاقي هنا البلوث باسل هلاقي بالازرع فيه عند اللاترال فين واحد واحد ميلا وعنجي تحت اسموهم تلاتة سموة فين صغير وعنجي اللي هو الفنترال أرتري وانا بيهميني الفين وبيهميني الأرتري عشان بعد كده ما اجتكلم على البلوث سابت اما هنجي هنا هكمل الترموريجيشن هنا درجة الحرارة اما بترتفع ودي الرسمة اللي على الشمال زي ما احنا شايفين ابوث لاقي حصل بازو ديلاتيشن اللي هم بالازرع اللي انتوا شايفينه ااوكي بانا ناسترد وممكن يا ناسا نحط ان تلكنترول وبقارن وبشوف الفرق بين البازو ديلاتيشن والبازو ديلاتيشن الجزء اللي هو الوظيفة اللي هو الكنال على الحبال على المصورة والفار يعني ما هو بيمشي اللي زابط وزنه هو ديله الديل ده بتلاقيه إما رفعه كده في الجنب في أي نحية من النواحي لأنه هو زي بالزبط بتاع السرق وهو ماشي على الحبل دي ماشيت الفار بس اللي مزبطه وماشي كده مرتاح بس اللي بس اللي بتاعه اوكي يبقى ده هذا اللي مبقى على العين بتاع الرأس آي لها نفس basic structure and the function of all mammalian eyes يعني especially human arms الأي بتاعكو هنا بتتحرق in opposite direction ولاقي كمان العين محطوطة على جانبي الرأس بتاعه الرأس بتاعه الرأس بتاعه الرأس بتاعه صغير ووجود هاللوكيشن بتاعها في جنب بيديني حاجة اسمها very wide visual field يعني بتخلي المجال البصري بيبقى يعني كبير جدا يبقى نتيجة ان عيون الفارس صغيرة ونخلي بنا من حد احنا قلنا قبل كده اللي هو الكورس الرأس اللي هو ضع في حدة البصري لاقي الفران هنا بتتمتع بحاجة مهمة جدا اسمها خاصية التركيج يمكن في السلايد التاني خلينا نكمل بقى السلايد يبقى هنا هو العين وجودها وحجمها الصغير الاثنين دول بيدوها wide visual ودي مهمة انها تعمل detection للpredators اللي هم المفترسين including us احنا برضو بالنسبة لهم الاعداء اما جا بص على الفار كده من الجن ابص مخالصة مخالصة مختلف الصّق تماما ف اه مختلف تماما في أي في الضوء اللي كنا منتكلم عليه اللي هو ديم لاين أو حتى أما بيبقى الضوء البرائت لاين هبص ألاقي البيوبل زي ما إحنا عندنا بالظبط حجم البيوبل بيهتلي بساعة ما بحط قطرة يا جماعة لتوسيع حضفة العين هو ده اللي بيحصل دخلتي في نور يعني خافت شوية ألاقي الدياميتر بتاع البيوبل بيوسع يا جماعة لأن في عضلات معينة بتروح شداء فيتفتح عشان أعمل كمان نوع من الأكموديشن نفس اللي بيحصل عندنا في الهيومن بيوبل بيحصل كمان في الريات بيوبل الدوق بعد كده هيعدي من البيوبل هيبتدي يروح للعدسة نفسها والعدسة هلاقيها مفتقي 8 دقايق وقت تمام العدسة بتاعة الفران مختلفة جدا يا جماعة تبقى كبيرة وكل ما الفار كبير في حجمه كل ما لاقي حجم العدسة بيحصل طيب يطرى العدسة هاديتها ايه؟ إنها بتعمل فلتر عشان تقفل لي certain wavelengths of light كمان هنا في light في حاجة مهمة جدا يا جماعة إن الفار بيعدل visible light بالإضافة 50% من ultraviolet light لكن الهيومن لينز نخلي بنا كمان حتة دي الهيومن لينز فليكسبول وعندي مع العدسة ألاقي فيه اتنين موسل اسموهم سيلياري موسل السيلياري موسل دي هي اللي بتغير بي شكل العدسة وهي اللي بتخلي الليت يبتدي يعدي خلالي العدسة وعملية عملية انفصار الضوء وقال ليش اللي احنا بتكلم عليها في الفران ما بتقدرش تغير شكل العدسة اوكي ليه؟ لأن السيلياري موسل بتاعتها ضعيفة جدا ما بتقدرش تشت العدسة ما هي قصرهمة لا هي مهمة الليت يمعر بعد كده بيروح للرتنا اللي احنا بنسميها الشبكية ريتنا في فرق مهم جدا او لا ريتنا في فوتو ريسيبتورز الفوتو ريسيبتورز عبارة عن حاجة اسمها كونز ودروز يعني التطوام ودي اللي هي السينسز ان دا لايت او دار لايت يعني خاف موسل او نهار او ليش؟ ابيض دي روز لكن المعنين عند في ثلاثة كونز في الفران مع المشاردة اوكي؟ يبقى هنا عندها نوعين بس من الكونز اللي هو الجرين والبلو وعشان كان الفران ما بتقدرش تشوف اللون الاحمر في نفس الوقت بقول ان البلو كونز بتاعت الفران بتبقى بيري سينستيب للشورتر ويف لنز عن البلو كونز عن اي حاجة تانية وده بيعني ان الراس تقدر تشوف في الالترافايل هل الانسان يقدرش يشوف في الالترافايل؟ في الالترافايل بسر مهم اكمل فيه كمان حتة صغيرة هقولها نتيجة للعيون الصغيرة والبسر اللي هي حدة البسر الفران بتتمتع بعمق كبير في التركيز اللي هي اللي هو بيحدد يا جماعة بيحدد مدى وجود جميع الاشياء يعني لو اي حاجة محطوطة على نفس المسافة البقرية اللي هي جايماً تقدر انفران تشوف اللي هي جايماً تقدر انفران تشوف اللون اللحمر عشان تصبغ اللي حواليها باللون اللحمر وما يقدرش يميز بين الالوان وبين بعضهم وعشان كده سالة ضوء خافت احمد بصوا جماعة اهو على الشمال اول حاجة هتشوفوها العدسة اللينس حجمها هنا بيبقى كبير حجمها هنا بيبقى هو نفس الحجم اللي احنا كده وبيحصل للأكمديشن نتيجة العضلة هنا اسمها السيلياري ماصل زي ما انتم شايفين السيلياري ماصل في الفران بتبقى مش قادرة تشد القصة دي هنا نفس الوقت اهي الريتنا وقت برضه بالشكل كده معين عشان نبين ان هنا يعني موضوع الفوتور ريسيبتور والقصة اللي احنا منتكلم عنه احنا هنقف تحب نقف لغاية كده يا دكتور عبير دكتور عبير ايه ده ماشي مابود بس يا ما دفتح بس اه دكتور عبير نكمل ولا كده خلاص هو باقي اربع دقائر مع حضرتك يا يكتور وحنا يعني هنمد لحضرتك الوقت بنشوف لو ووصلنا لساعة عشرة عملنا ميتين جديد وهنبعت اللينكة على الشات هردك اتفضل بنكلم كمان عن حاجة اسمها الريت تيلز اللي هي الدموع الحمرة دي نتيجة للبورفرين اه فيه غدة اسمها دينيان جلاند دي تبقى لجوه شوية جوه الأوربت الأوربت اللي هي مقلة العين السيكريشن اللي بينزل ده ولونه يعني جني محمر ده نتيجة البورفرين طب يا ترى هل هي في اي وقت ممكن الاقي الريت تيلز دي موجودة؟ لا يا ترى بتبقى في فبتظهر الدموع دي الدموع الحمرة هتظهر فين عند عينيه وعند مناخيره وممكن الاقي عند اللي هي أطرق أطرق الأمامية لأنه إذا كان هيعمل بياخد من اللي عند عينيه وبيبقى عند المناخير وعند رجلين السيكريشن دي زي البلد بس ايه الفرق يا جماعة؟ إن البورفرين فلوريسنس هيدي الفلوريسنت لاير تحت الألترا بايلوط لاير لكن الدم طبعا مش هيعمل الكلام للشعر أو للفرور بتاعه وده بيحصل في حقتين برضه يا إما في الانتنسف فايتنج أما بيبقوا بيتخنه تبص تلاقيه فرد مش هنقول فرد ريشه ولا هنا فرد فرواته أو في الـ وده بيبقى شكله بدي بيبقى في الحاجة المميزة بقى قوي فراتس يا جماعة الـ تحس إن فيه كورة كده مبرج ليل خلفية ده ليه يا جماعة إن ما بيحصل في الميتنج أبص ألاقي فيه ماني ميلز بتبقى تعمل ميتنج مع وان في ميل في وينشي إزنهيت وينشي إزنسترس فلاقي الميلز دي بتتسارع مع بعضها عشان تبتدي تعمل للسفيرم في فترة أو سيارة في الفاجينا أو في الـ طب يترى ليه بيتسارعوا؟ كل ما كانت التستس كبيرة أو التستيكلز تبقى كبيرة كل ما كان يبقى فيها كمية يعني فيها مور سفيرم أكتر وعشان كده بيبقى أدبانتج ليه الميل اللي التستس بتاعته كبيرة وفي نفس الوقت كلهم عملوا للسفيرم ودي بنسميها سفيرم اللي هي زي منافسة السفيرم على أساس كل ما كان فيه سفيرم أكتر يبقى فيه فرصة لأي واحد ان يبتدي يعمل للفيميل هون بنقول برضو ان التستيكل بتعتبر excellent predictor للspecies ميتنج سيستم يعني هي مؤشر للspecies اللي الميتنج سيستم بتاعها بيقول ايه ان فيه multiple males made with a female in a short span of time في الميتنج قفل الطرع عبيرا لسه شغال لا احنا تمام احنا مستمرين بس انا هقول نوت سوى يارا كده احنا حطينا لينك جديد على الشات فهستأذن حضراتكم تاخدوه عندكم copy في حالة ان الميتنج قفل هتدخلوا باللينك اللي معاكو على ميتن جديد في حالة انه هو قفل بس احنا ان شاء الله مستمرين الميتنج اللي هي بيبقى فيها one male بيعمل ميتنج ما بيبقاش فيه نظرية ال sperm competition وبيبقى طبعا التستس مش هتبقى كبيرة زي الفران هتبقى small testis الظاهرة دي على فكرة اسمها bully antri bully antri only one female made by more than males عندي هنا كمان هنتكلم ويرس cannot vomit ليه الفران يا جماعة ما بترجعش ما بتعملش عملية التقيب هي فيه حاجة احنا بنعملها وكلنا بنعملها وبنعملها غلط بنيجي بنقول بنصوم الفران قبل ما نبتيجي ناخد منها عينات الدم عشان ما ترجعش الفران ما بترجعش خالص يبقى عملية الفاستنج ال 12 ساعة قبل عينات الدم وقبل كده دي خلاص بطلناها بعد ما بكدينا نشوف لو بصينا هنا لتركيب الاول رسمة كده على ايه ايه كمان هنلاقي يا جماعة كده الـ وبعدين دخلت على الاستومت دي الجزء الاولاني ده فيه فورستومت وبعدين الاقي حتة هنا هون اسمها Limiting Ridge بتفصل ما بين الجزء ده وما بين الجزء ده يعني مجرد ما الاكل بيرزل بيبتدي يتقفل عليه باقي المعدة يبقى فيه هنا فورستومت وبعدين فيه الرج اللي اتكلمنا عليه وبعدين القربس وبعدين الحتة الاخيرة اللي هو اللي بيقدي بعد كده على الدودنا شاي بصوا بقى الرسمة برضو دي بتوريني اهو الرسمة اللي هي ايه بتوريني ده دايجران بيبيين لي الليمتينج ريج والأسوفيجية الأوبنينج ده وهو مشتوح وده وهو مقفول ان مجرد ما الاكل خلاص دخل بتبتدي تعملت انها عاملة زي الفيونكة كده بالظبط وبتروح قفلة فالاكله عمره ما هيجع هلي ايه لا ايه 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 جماعة هوحنا اما بنيجي الرجل هوريكوا كده رسمة بصوا كده يا جماعة ده اللي بيحصل في الانسان ان بيبقى فيه نوع من فبيخلي الديفران يبقى فيه هنا ضغط على الديفران من الابدومنال كابيتي بيضغط على المعدة فتتفتح الاسوتوجية الابنينج دي اللي موجودة عسان فيه عضلات فتتفتح لروس الاكل يرجع على الاسوتوجس ومنه على الثم وهينزل فالفرات فيه ايه؟ قال لي لا مفيش الكلام ده قالص يبقى ذات ان فيه البرير ده ما بين الصمخ وما بين الاسوتوجس وان القوة بتاعت الاسوتوجية للمسل انها تفتح او تقفل او يضغط عليها عشان ترجع الاكل الفوق ما بيحسنش الحاجة التانية كمان الديفران المسل بتاعت الديفران كونتراك اندبندنت يعني بتنطبط باستقلالية الفران بقى ما تقدرش ما عندهاش الاكتيفتي ده هي انها تخلي الانكباضة بتاعت الديفرام تحصل عشان يضغط على يعني مفيش القوة بتاعت الديفرام اللي هيضغط على الكنتنت بتاعت السمخ وتفرق الحاجة التانية بقى والمهمة جدا ان الوميتينج سنتر او نيورال كونكشن جوه البرين ستم وما بين البرين ستم والذسرة مفيش للمسل او بمعنى اصح عايز اقول ان يا جماعة مفيش في الفران عشان كده الفران ما بترجعش الحاجة الاخيرة كميام اني بقول ان في مور هباتيج موضد ان دي توكسطان هناك حتة الليفر و القصة دي انا هقولها كبيرا شوية بس نبقى واقعين بنا منها هما دول شوية هي ايه ميزة الوميتينج احنا ليه بنرجع يا جماعة يا اما حصل حاجة ودخلت لحاجة جوه المعدة فهيجت المعدة وابتديت ارجحها اكل مش كويس تسمم حاجة زي كده او مثلا عموما يبقى القيء معناه ان انا بيحصل بيرج معناه ان الجسم بيتخلص من المواد السمه طيب ما هو كده الفران مش هتقدر تتخلص من المواد السمه قال لي لا ده فيه استراتيجيات معينة عشان تقدر او الاستراتيجية يا جماعة اسمها السوبر سينسيتي فودة يعني الفطولو وهو كده بيشنه وبيعس بالليل لو هو ما اكلش قبل كده مثلا طماطم وانا حطى اطهاله قريب للمسيادة بتاعته لو الاكل ده اول مرة يشوفه هياخد منه حتة صغيرة وهيستنى على نفسه ان شاء الله اتناشر ساعة لو لقى نفسه معيش هي دازنت بي سكت ما بقاش يعني هي نطي يعني بيقام سكت ما بقاش عيام لكن لو بقى عيام بعد ما كان الاكل ده هيتجنب الاكل ده وده اللي احنا بنسميه الفيوت سنسيز من الشم يبقى انا كده هيضاد التوكسيستي بيه يا جماعة هيضاد التوكسيستي بانه هيتجنب ان يأكل الاكل مجرد ان ده اقو مرة وعرف انه عيام انه مش هيكل طب الاستراتيجية التانية اللي بيعمل اللي هو البيتا دكتور ابراهيم قالها قال لك انه ممكن اي حاجة خد طين خد طم خد اي حاجة مرمية حتة خشب ليه؟ لانه هو حاسس بالنوزيا انه عايز يرجع يا جماعة فما يحس بالنوزيا دي ومش هيعرف يرجع وقلنا للاسباب اللي فاتت هيعمل ايه؟ يروح واتل الطم فالكلي او البطين يروح يشبك مع التوكسين في معدته فهيخفف الافكت بتاع التوكسين على جسمه يبقى احنا كده عرفنا ليه الفراني؟ يعني تنوت فومت عشان ايه؟ وقدام هي مش قادرة تعمل الكلام ده هيبقى ايه؟ وقلنا الهيباتيك جين يا جماعة انه بيعمل عملية الديتوكسيفيكشن نبص كمان هين دي رسمة بتاعيه الموس فيميل دها فايف ماماريجلاند لكن الرات يا جماعة من ده ماماريجلاند الماماريجلاند هلاقيها ممتشرة على الالترال مازلوا الدرس الريجون بتاع الترامم على بطنه على الابدن ألاقي منهنه 5 و Pearl لكن في الراها الا الا اميرة 6 و ruined 6 طب عاية صور الله لاه هو تكتور مصطفى قال teman an a scam ونكملين كنت حابت بس ارجع للسلائد د nem لеди قبل كده الجزء بتاع التعوق والجزء هنائجس ده نوع من أنواع المتحددة at the moment انى هو لو حصل وان الفار مثلا او اي رودنس كل ماتيريال معينة ولا ان الماتيريال دي بتعمل له جي اي تي ترابلز اي نوع من انواع جي اي تي ترابلز او اي حاجة فان هو في الكونسيكوتيف تشانسز او تريدز بيبطر ان هو ايه كل الماتيريال دي يعني بيحصل كده ليرنين من غير نوعا النوع الليرنين يمكن معظم انواع الليرنين لازم يكون في ايه يعني واحد بيعلم حد وثاني مطلقي منه بيتعلم منه لا دي الحاجة الوحيدة اللي بيحصل فيها الليرنين بس يعني او يعني الانيمال بيتعلم مثلا نتيجة اللي بتحصل فيه ال جي اي تي والستومت وده يمكن نلاحظه حتى في مضوع المصايد ومضوع السم والكلام ده نلاقي مثلا السم بيجيب افكت في اول مثلا ايه يوم يومين فار يموت فارين يموت وبعد كده كل الفران مع ان احنا اه يعني او بعد كده الفران بتاكل فعلا السم ده ولكن ممكن الدكريتها التكسيستي بتاعتها بتكون اقل في الفران دي فبالتالي بيحصل فيها نوسيا او بيحصل فيها جي اي تي ترابلز فاتبطل انها تاكل نوع السم ده وده بيعمل مشكلة اكبر في موضوع البيتن يعني موضوع النوع الات ان انا اصمم مصيادة او اصمم سم معين للفران ده فدي كما مشكلة لان انا لازم اغيره كل شوية كنت بغيره بالكالر او بغيره بالأودر او بغيره بأي من الحاجات دي كلها فلازم ان هو اللي انا بصممه للانيمال من وقت تاني عشان اتغلب على موضوع البيينس او اللي بيحصل عنه ممتاز. ربنا يخليك اوتور اللهيكم. نرجع للسليد وناسف للمقافة. لا 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 بالعكس اي مش مقافة قد ما هي استكمالي يعني اشوفت برضو ميزة ان احد الفيسيولوجي محد بيهافيور. اللي فلا مزيتك اوتور تعالي. والله اننا شرفتيني. احنا كده اتكلمنا على الماما ريجلانت طب تعالوا بقى للفرتيبرال فارمولا. اه هي يعني اللي خدها في الماملز اه قدي ايه يا جماعة كلنا عارفين ان واحد وثلاثين برتيبري. طيب. اه يا طرى الفقرات العنوقية اللي في الفار واللي في الزرافة واللي في الهيومنجي. كم يا جماعة؟ سابعة. يبقى الفار عنده سبعة سربايتل والزرافة عندها سبعة سربايتل. والبنى قدمين عندهم سبعة سربايتل. وعندهم تلاتاشر سراسة. نفس القصة. وعندها ستة لامبر. وعندها ستة لامبر. لكن الكتير تبقى تمانية وعشرين قودل اللي احنا بنسميهم التقسجية يا جماعة. واللي هي بتبقى كلها مشبوقة كده حدة مع بعضها في الهيومنجي أو في الهيومنجي أو في الهيومنجي. عشان. في سرين بتوصل ل 31. طيب. ندخل بعد كده على الليفر. الليفر ميتطون من أربع لوب. دول الأشكال. يعني لو أنا برضو شيلت فاص من الليفر هلاقي برضو يقدر يفصل له نخلي بقى 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 من نقطة مهمة جداً. الرات ما فيهاش جول بلادر. لكن المايس ليها جول بلادر. يبقى دي نقطة مهمة جداً لأن كثير مننا ما يعرفش إن الرات ملوش جول بلادر. طب يا طارى بقى اللي ملوش جول بلادر. هل هيفرز بايل ولا مش هيفرز بايل؟ آه طبعاً هيفرز بايل. يا أصلاً فايدة الجول بلادر إيه؟ فايدتها إنها بتعمل للموجود. لكن البايل هتتفرز وهتمشي مباشرةً في البايل. ومنو على أول حتة هي سمول انتستان آه مقدرش أميزة إحنا عارفين إن اللي سمول انتستان مقونة من أول حتة فيها اللي خرج عليه من اللي هي ديدينام وبعدين الديوجنم وبعدين الدينيم. هنا أنا مفيش ما بين الثلاثة و الثلاثة لكن المميز جدا بسبب مستيقا ما للأبدومن الكريت حدث عمجينا مفتحة الليمة الريسبيراتري سيستم الهيومن الترافية مكونة من إنكمبليت سي شيفد تارتلج ليه هي يا جماعة سي شيفد ليه ما هيش كومبليت رينج لأنه وراها بالضبط الأسوفدس يبقى اللقمة اللي نزلة أو البولس اللي نزلة لو كانت ترافية الرينج جديد كلها يبقى اللقمة اللي نزلة كده وبتعدي في الأسوفدس ألاقي توجع الترافية فهنا يبقى زيها زي البنادي الريفت و الريفت طبعا بيطلع من الترافية حاجة اسمها البرونتاي فيها رايت وفيها الريفت لأن هنا مش هيمر فيها غير الهواء بيقولوا برضو أن الريفت برونكيول برونكيول اللي هي خرجة من البرونكاي وتبتدي هاتدي للألبيولاي البيولاي موس هاتدي للألبيولاي لكن بيبتدي هاتدي تتكون بعد كده وعملوين الألبيولاي بسميها البيوجينيسس ودي اللي بتحصل خلال اسبوعين بعد الولادة مباشرة برضو عملية الجاز برونكيول زي ما احنا يعني عارفين ان الهواء بيبتدي يدخل من النوستريل بيعدي على الترافية منها على البرونكاي وبعدين تبتدي على البرونكيولس وهي رافيليسترين اللي هي موجودة عندها ومنها على الألبيولاي والألبيولاي عشان فيها بلات كابيلاري زي جماعة أرتيريال وبينيس فيبتدي يحصل عملية الجاز والحاجات اللي احنا عارفينها هي يعني ساني اوكسيد الكربون الاشيوز ده البوسيبول يعني ساني احنا مواجهة للخروجين وده من الحاجات المناسب المناسب المتحدة المتحدة المثال موجودة في الرات واحدة من المتحدة المناسبة المتحدة هي ميورين مايكوبلاسموزي وده عبارة عن موجود الرات هجياز جميع الاوت وده اللي هيؤدي لموت الراب طبعاً هنا هلاقي الفران بتعمل سنيزن وسنيفنج وطافنج 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 وستينينج برضو هيظهر حولين العيل والنوز وهيبقى ساكنة وفي حادية كده ومش قادرة تعمل الاكتبات بتاعتها بتفطط وزنها اكتبات المنطقة بتعمل الكلام ده بيخصل ليه؟ او ليه بيبقى ريسك يا جماعة لأي ريسبيراتي الاساس الانكلين انبيرومنت الفرشة اللي مش مضيفة احنا قلنا الفرشة دي هننضفها او هنشيلها مرة في الاسموع اذا لم يستدع الامر هسيبها لكن نفترض اني نزل عليها مية ام حاجة برضو لو في فر انفكتد يبقى برضو اي كونتاكت مع الانفكتد رات او كونتاكت مع اي ايربورد دي حاجة احنا برضو نقوم مقارنات بسيطة ما بين الرات والماوس واحدة من اول الاسترالسيكل والسكس والماتوريتي انت والاسترالسيكل والسكس والجستيشن برضو دين خلي بدنا منها انها فرات واحد عشرين يوم قد ترتاد لتات عشرين يوم يعني اكبر من المايس المايس ببقى من 19 الواحد وعشرين واعلي من 19 السكسينج يا جماعة الانوجينيتال والماماري والماماري والد ايه والفانه يوم يعني اه اه اليوسينيزي يا جماعة كلمة الكولوروفورم دي معليشي هنشيلها لان انا ما انفعش اعمل اسونيزيا لاني بقى دي حاجات فوربادن الكلوريفورم والإيسر لانه بيعمل لغرس الروزز انا سيبهولكو بالاحمر عشان المرة جاية وقلوبي عرفتو تلاقو او انتو بتخدرو بايه لاني دايهن مني سواء الاناسيزيا او الاسونيزيا هعمل القتل الرحيم بايه الكلوريفورم والإيسر بقى خلاص فوربادن يعني مش عارفة هنقدر نقف عند السيكسنج ولا الدكتور إبراهينج يكمل؟ لا اللي حاطبتش فيها القورة اني بس الفغرة كلها ان انا خايف بس يكون الزملة يعني الناس بس زهت من قطر ايه ما احنا عارين نتكلم بقى لنا ساعتين ساعتين وشوية نتكلم فهل مسلا ممكن ناخد معانا برضو ممكن ناخد معانا السيكسنج ممكن ناخد معانا السيكسنج ولا كفاية كده النهاردة ونكمل الاجزاء اللي جاية مسلا في المحاضرة الجاية يعني هو اللي ظاهر قدامنا مالشات ان الفيدباك اكتر من رائع والناس مستمتعة جدا بالمحاضرة وهما برضو سمعين ان حضراتكو دلوقتي يدونا فيدباك نكمل ولا نقف طيب يا جماعة اللي زهان مننا بس يقول لدكتورة عبير عشان ايه يعني عشان ما فاش يصوف يعني يعني بالعكس بالعكس كل الفيدباكس اللي جاية دلوقتي حالا بتقول لحضراتكو انهم مستمتعين جدا وتفضلوا كملوا طيب ربنا يفليك اغطور طيب بالنسبة للسيكسنج سواء كان فرات او بالنسبة للميس انا يعني هي الحرفانة كلها السيكسنج في العمر الصغير انما بالنسبة للعمر الكبير بيبقى واضح يعني اه التستيجلز موجودة يبقى ده ميل اللي مش موجودة يبقى ده في ميل بس السيكسنج عندنا بنيعتمد فيه اه يعني احنا بنيعتمد على السيكسنج اللي مثلا ممكن حتى والله في ناس بتجيبها من اول يوم او من اول يومين بيعتمد عليها على حاجتين الحاجة الاورانية الانجينتال دي من اول يوم اللي هي المسافة بين الجينتال البابيلا اللي هي موجودة الانجينتال دي بيكون جريتر او كبيرة في حالة الميل وسوية رفح حالة اه في حالة الفيميل بعد فترة بعد كده ممكن يبان مسلا بعد عمر عشر تيام تقريبا يعني بتبدأ تباني المامري جلانس او تبدأ تباني النبالز موجودة في الفيميل فممكن استخدامها برضو في السيكسنج عند بقى البيوبرتي مسلا وده تفرق برضو بين الرجل الميز وحسب الوزن بتاعهم الممكن مسلا في الاعمار بغاد متاخرة يبدأ تكون واضحة وبالتالي بقول او دا ايه او دا في ميل لانما اساسي اساسي من اول عمر يوم اللي بتوضحي الفرق بين الاعيه وبين الفيميل زي احنا شايفين هنا في الصور اللي موجودة الانجينتالенная كبيرة اما في الصورة الصغيرة في تكون صغيرة فالانجينتال الى صغيرة اقدر اخرق بينれる وبين الفيميل عن طريق الانو ايه? الانو جينات بس. ده في ميل يا جماعة. نلاحظ برضو هتبقى في ايه يعني انا هميني بقت ماتيور ولا ايه ماتيور? لو هي بلوزت يا جماعة بقت ايه ماتيور? وده يهميني لان احنا بلاحظ ان في ناس بتشتغل على الفران وما تعرفش هي وصلت لماتيور ولا ايه ماتيور? هنبقى وقدين بنا من الحاجات دي كويس جدا. هذي كمان. وبرضو مهمة جدا ان احنا بنبص على او على الفاجينا. السيربايكال السيربايكال ببص على السيربايكال اوبنينج من حاجة تانية برضو. اللي هو الديتكشن فرميشن او بريننسي. يعني باعد. ما نقولها بعدين. طاص خليها. انا انا مدخل ببت. بلاستيك ببت. وبياخد نقطة كده بسيطة مثلا من سلاين او ديستال بوتر. وباعمل لها بامبينج في السيربايكال اوبنينج. وباعد كده عمل لها الوبريكيشن عشان اسحب السيربايكال سيكيشن. واشوفه تحت الميكروسكوب لو لقيت سيربايكال بلاد. ودي بتبقى عاملة زي شبكة كده هون. تماما. وبلاقي السيربايكال بلاد. تماما. يبقى بعرف it is the first day of pregnancy. هو في بعض بعض الاسبيشيز ممكن مسلا غير غير الرودنت او مسلا غير الابرايطوري رات او مايز بتبقى السيربايكال بلاد بتقفل فتحة البجانة الاورفس بعد او السيربايكال بلاد بعد الميتنج على طول او الكمبيليشن على طول. ودي انديكيتور ان حصل فعلا او او برضو صور على الايه على الكمبارزون بين الميل وبين الفيميل. الانوجينة الديستنس. طبعا واضح او في الصورة دي. صورة الفيميل بالنبز بتاعتها بالبامريجلانس اللي موجودة وبالانوجينة الديستنس اللي هي الشورت. والميل على الناحية اليميل انا واضح فيها الايه السفروتم والديستك الناس ده منه. والانوجينة الديستنس بيكون ايه بيكون ويد او ويدر عن الفيميل. ونفس الفكرة برضو انا في الصورة اللي على يمين ده بيكون ميل ولا على الشمال بتكون ايه بيكون فيميل. طيب بالنسبة لي النيوبورن بقى. المفروض ان لها بس احنا ما كناش البرزنتيشن تعمل اه اه افان ما الحين انا نزلناه. النيوبورن او ان انا الايجينج في الابوراتوري عموما بيعتمد على الفينوتيبيك تشينجس اللي انا بلاحظه على الانيميلز بعد عملية الولادة. يعني مسلا من اول يوم لحد مسلا واحد عشرين يوم اللي حد شهر ده اللي هي فترة الوينينج بتاعتي. فانا بلاقي ان في تشينجس بتحصل كل مسلا خمس تيام او كل عشر تيام زي ما احنا نشوف مع بعضين. يعني يعني مسلا من اول نيوبورن من اول داي ون لحد الدي فاير. هو مسلا بيبدأ من اللي هي حاجة اسمها ملك سفوت. ملك سفوت انها معناها ان في ملك ده اللي بيجي من عملية الايه? من عملية الرضاع والسفلينج اللي موجودة دي بلاحظها او موجود. طب تبدأ تختفي تدريجيا بعد كده نتيجة لنمو الشعر وان الفير اللي موجود عليه بيبدأ ان هو يظهر. فبيبدأ الملك سفوت يبتزر. لنما بتكون الملك سفوت دي واضحة قوي عند زي ما حضراتكم كده شايفين النقطة البيضة اللي هي موجودة دي. في بس ما فيش بوينتر للاسف عشان مششغالين بباور بوينت موجودة هنا اوضح قوي اه. موجودة هنا. فكل ما الايام عدي في العمر. اه. احنا اتفقنا ان ودنه يا جماعة ودنه وعينه مقفلين. والودن تلاقي الارف لاب كأنها اللزقة كده في راسه على بوينت. ايه? ايه وبلاء وبلاء الاسفوت. هنا بقى. تبدأ انها تبقى الرتت بقى عند اليوم الرابع. ايوة اليوم الثالث تمامية تبتدي تظهر. اه. اوكي? وبلاقي كمان طول ما هم صغيرين يا دكتور. عمري يوم وعمري يومين تلاقي لونهم بينك او. نصبوت صحي. لكن اما بتلاقي عند اليوم الثالث بص تلاقي لونهم بيبتدي بقى ايه. يغمق شوية اه يغمق شوية او يبيض شوية مثلا عشان الشعر اهو. اهو. تمام كده. اهو فازي اهو. ابتدى الشعر كده زي الزبق كده. هو ده يعني دكتور امان مشكورة والله يمدي انا الماتيريال عشان نتغل بيها. فاي يعني ايه يعني هي ده ممكن يبقى جايد دين احنا وحنا شغالين مسلا اه في الشغل اه يعني. انا لازم دين انا جايد يا جماعة عشان يبقى لو دخلت في اي وقت ما اعمل وعايز ا اعرف ميل ولا في ميل وعبرهم قد ايه دي علوات حلوة. انما مسلا لو هم عندي وعندي ريكورد ليهم فانا بعرف مسلا ان هم اه البرتوريشن حصلت ليهم كزا يبقى ليهم الاول كان النهاردة بكرة اليوم الثاني وهكزا. انما اه. اه. شغال بقى يدخل عبر حد ريدي يقول له الفرندي عمراء خمسية او انا خلاص بقيت professional phenomenon. انا اخد بقى يوم السادس للا. اه في يوم السادس وعشر بيبدأ بقى يحصل بعض اه يبدأ الفير يحصل بجروس ويبدأ ان هو الثكر والبلي بتبدأ انها تتغطى يعني كان قبل كده انا المشكورة قالت ان ايه الدورسل فير بيبدأ ان هو يظهر عند اليوم الخامس. لا بعد كده بيبدأ بقى ايه يبدأ لا يتغطى من البلي من تحت. الفير بيبدأ ان هو بعد كده يبقى ثكر وبعدين بيبدأ يحصل complete growth للفير عند عمر ادي عند عمر عشر تيه. فنكمل ما بعد بقى تيه من اليوم الحداشر اليوم التمانية وعشرين بعد رفع ويكسي بيحصل وممكن نبتعز الفيران دي وتوتيها في كدج تانية بعيدة عنهمها. التيز بتبدأ تظهر عند اليوم الحداشر ودي بهم قوي لانه بيبدأ ساعتها بقى يبدأ يعمل يعني بيبدأ ايه يناء نقباء في القاتل اللي موجود في الكدج اللي هو الآيه زي وزي الآيه زي الفيران اللي هي الكبيرة اللي موجودة. والأيز بتبدأ انها تحصل لها أو أيها الضريط عند اليوم الحداشر. الجرس هنا بيبدأ سالة. يعني مثلا ايه كم اليوم اول اليوم العاشر الجرس بيقرض انهو نمو لالشعر والكلام ده كله. إنما بعد كده بيبدأ يفلط بقى ويبدأ ان هو يوصل للماتيور سايز او للسايز اللي بيحصل عند قبل عملية اللي الوينينج. الوينج بيحصل عند واحد وعشرين يوم وبعد تمانية وعشرين يوم أنا ممكن بعد كده بيبدأ ياخد اللي ايه الاضغط عند عمر الثمانية وعشرين يوم بيوصل عند عمر شهرين او عمر ايه? بده من توصلة الثمانية وعشرين يوم يا دكتور عايزة اقول لك لما تيجي تشتري الفران تشتريها وهي عندها اربع اسابيات ليه يا جماعة? هي لسه زي ما احنا بنقول قطة مغمضة لاني يا دوبا قطنت لسه مفتاحة عند اليوم اللي كزا ولسه وعندها ظاهرة الفجول والقصة دي فالعمر ده اروح اشتري الفارف في العمر ده حتى لو انا هشتغل عليه مطيور لا اعمل لكم شي زينج اشتريه عند الفترة دي واعمل له الاقليميشن وربيه عندك لغاية ما يتعود عليك ويشم راحتك وانت بتتقل في الابس وانا. ادخل على نوع تاني من اللي هو الهامستر ده اللي هو الايه? الليتل ديفل ده بقى. ده ده العفريت ببقى عالنبراطوري ده بيعود يتنطط في الابس وانجل. ده اللي حتى ممكن حتى الناس اللي تشوف والله حتى في المعامل برة كمان يلاقي في عجلة كده موجودة ويبدأ الهامستر يجري عليها والكلام ده كله عشان هو بتكون عالية شوية عن الابوراتوري او الابوراتوري مايس. والهامستر عموان بيتميز بحاجة ان الميل بتاعه لا هو اللي بيتميز قبل السنت جلانس والكلام ده بيتميز بحاجة يمكن احنا بنشوفها حتى في افلام الكارتون والكلام ده اللي هو من لي انها بتخزن الاكل يمكن انا بس لو بكرة ماذا تسمح لي بس انا بمسعة فيه اوريكم فيديو على اليوتيوب بيبين فيها دي بتخزن اكلها دي انا كنت ورتها بس الاسف نسد ان انا ايه اسايف عندي هو بيبقى بوقب ده زي الي مالي بوقي واكلي من الجهاتين معلش يا جماعة بقيا ايه اه بصوا على الفيديو ده هجيبولكم من الاول وشوفوا كمية الاكل اللي هيوقعها من الباوتشز. يعني مش هتتخيلوا ان الباوتشز دي مليانة اكل بالمنظر ده كده. انا انا حطا بس بصورة ايه لكن فعلا كويس. انا المرض ايه مجهزة. 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 مجهزة ايه مجهزة. شفتوا كمية الاكل اللي كانت تخزينه هو هو. ايه. ايه. اه. يعني هو شديد بالزبط. لا هو مش بالزبط. هو في الظاهر يعمل زي عملية الوانيشن. الوانيشن اللي عملية الاشتراك. بس هو بيخزينه فوقه. ووقتا ما يبقى فاضي او ريلاس او ما فيش حاج يبطيدي يرجعه كله من هنا ويقرأت حتى حتى. لكن لكن طبعا هناك زي روم انت قال لي موزو لا الوضع يبقى. وهو برضو فيه تفسير تاني الموضوع دي ان هو بيعمل فيها لحد ما يوصل للمغبأ بتاعه لان معظم الحاجات دي حتى يعرف انها ايه يعني قبل ما خلاطه فبيعمل فيها لحد ما يوصل للمكان بتاعه للنسة بتاعه يبدأ ان هو يطلع منها الايه يبدأ ان هو يطلع منها الاكل. ويه? اللي هو الحاجة ثانية كمان يمكن إليكيب دي بيعملها انه هو يعني يفضل ان او if pregnant او في ميل وعمل .. واسمو ايه دا عملنا جانبها ممكن توصل لنا اخد ولادة في بيهم دي ايوة تزبطهم في دي. فيفضل انها ما نعملش للهامستر خالص. يعني حسيتها للهامستر اعلى من الهامستر. يعني معنا كده انه هما بالسوشيا. لا. هما دهما يعني حتى. اه. خلوا لكم يا جماعة. اه. تبا هما بزي الفرقان. ده هما هنا يعني اللي واحدهم مع نفسهم. كمان. مو ده الفرق اللي اتصدى اللي قطورة. لو الله. ده الفرق اللي قلتو من الاول بين السوليتري وبين السوشيال انيبس. لا. ده يقدر الواحد في الكيتج بتاعه. ما يطلعش من الكيتج بتاعه. ما يطلعش احط اتنين مع بعضين. لان ممكن يعني قولي كده. ممكن اه الكاليباليزم اللي بيزهر في اه يعني دي بتاكل اي بتاكل ايه بتاكل اولاد. ايه. حاجة تانية برضو بتميز شوية الهامستر موضوع الاااا اللي موجودة على الفلانك ريجين. يعني بلاقي ان في حاجة اسمها موجود على الفلانك ريجين في الميل. بتاعها عند كله. وما ينفعش احط اتنين مع بعضيه. كله في حالة واحدة بس انهم يطلعوا من صغرهم مع بعض. يطربوا مع بعض. يعني هم مصغرين كده قبل ما يوصلوا ولا حاجة. ولما استرى اظنه مش مستخدم او في يعني اظنه اه. 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 كمان بتبقى مور ادرسو عن الميل. اه. اه. ده يعني بتبقى حتى خمان مشكلة في البريدنج يعني. يعني البريدنج في حاجة اسمها نايت بريدنج. ان الفيميل لو شاكت الميل لازم يتحط في دي نوع من انواع دي. المانجمنت او اللي هنقولها ان شاء الله يعني المحاضرة الجاية بزدل او السيشال الجاية. ان انا بقول جاي حط الميل الفيميل في كومبليت دارتلس. اه. وبعدين بعديها بفترة لا لازم اسحب الميل. لو الفيميل ممكن تشوفه ممكن يتموته او هو العكس كمان. عشان كده حتى اللي بيبقى حطينه في سندقى جماعة بيحطوا سترة صودة كده ومغطين ده تماما يعني. آآ. بس فهندخل بعد كده اه على حاجة تانية مثلا ناتشرلي فاوند مثلا ال ايه اه 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 هو تالت اللي بيقول لها حد ايه. آآ ليبشيك باوتش. هنا كمان هتلاقيها في سندقانيا. ولاي من فيها اكل ولاي من فيها مهاجين ورق. بشع فعلا. بس فهي موجودة حتى كمان عندنا في سينة يعني موجودة في سينة وصحراء النقب في اسرائيل وبرضو موجود فيه هامستر. آآ. هي من السلطان الاصليين يعني تماما. واشهر واحد فيهم اللي هو السيريان هامستر اللي هو يعني ايه يعني. آآ. ده انواع انواع. ده السيريان وانواع والوينتر وايت. والروبو مش عارفة. اه والكمبلو دي عنواع مختلفة موجودة. تماما. الجينيا بيج. الجينيا بيج دي بقى دي ايه الباشا بتاعة اللابوراتوري انيمال. دي بقى طيبة وهادية. انا بقى اهي ناخد الكاراكتوريستيك بقى. ايه الكاراكتوريستيك اهم حاجة فيها انها طيبة وغلبان ولا بتعض ولا بتعمل ولا بايتين ولا اي حاجة وما بتنطش. يعني. انت مسلا لو سيبت الكلجي مفترض منه. ايه. فبيبطل انها ما دي تعمل آآ يعني مش عايز اقولها بس مرة جاي. في الوقتي كده ان هو سندوق ارتفاعه حوالي ثلاثين سنطي. ويه مالوش غطى. يعني بحط لهش غطى. يعني ده مجرى دلوقت ايه. وفيها بس مشكلة عندنا في شوية التربية بتاعتها شوية ان لازم ما 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 بدارش تعمل اندوجينات فيتاميسي. ماشي. هي مهمة قوي انها وهي سنسيتيب للاكشن بالذات البنسيلن زي ما احنا قولنا المرة اللي فاتت. ماشي. ما بتقدرش اكتوم فيتاميسي زي ما احنا قولت وعشان كده لازم في الضيك بفاتها او حتى فيتاميسي. ايه. اقدر استخدمها لو هقدر اهاخد العضلات بمتعجات اللي زي كده. استخدمها الروت او ادمنستراتيشن او ادمنستراتيشن اها اقدرح إنها انتراوينيسي سبط انترامسكولار انتراوينييا ممكن بردو اديها باقرية اصمام اليوم او بطريق الكشن. الابحاث اللي هستخدمها فيها الاسخرينن بتالهيستاميه والانتهيستاميهنك دراجد. رسفيرات والكارديوغاسكولار وده اللي نقولكه زي الفران برضو زي حاجات برضا هم نستخدمها بعد كده بيتهايقلي احنا هنقف كده عند الجنية بي تمام 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 وخلي دول في المختلفة هناخد الرابت والفروب لأنه بيهمين احنا الفروب الرابت اههههههههههههههههه